واحد اتنين ثلاثة شفيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحياكم الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سحياكم بارفسنا مع اخوكم طلار سعيدي عبدالله الحسن اكي بيكلز وفرحان البناي اكي ذا بلدر احبي ذا بلدر عطا ذا بلدر عطا ذا بلدر سووا سيرتش بوب ذا بلدر يطلع لكم فرحان طبعا اذا انتوا اول مرة تتابعون هذا البرنامج هذا البرنامج الأسبوعي تقدروا تسمعونا كبودكاست في ساودكلاود والآيتون كل يوم ثلاثة ننزل حلقة يديدة ويوتيوب كفيديوكاست كل يوم خميس خميس أويما على حسب على حسب متى يخلص الفيديو المونتاج المونتاج واذا تستخدمون الآيتونز عن طريق برنامج البودكاست لا تستطيع قيموا لنا هذا البودكاست تشمن خمسة وعطونا اقتراحاتكم وروفيو بسيط عننا ان هذه الامور تفيدنا وتفيدكم انتوا في النهاية وتابعوا اخر الفيديوهات اللي احنا نحط لكم فيها في اليوتيوب في شم فيديو حطيناها يديد قيموا واحد ونص ليش واحد ونص معجبني عن البودكاست واحد الاربع واحد الاربع ممزين شلونكم تمام اللي بيعرف خالة عبويد الحسب أرثالي تابعوا خلف الكواليس قبل ما تملش كل بودكاست صار عندنا بودكاست قبل بودكاست بري لايف فيديو حق البودكاست بتويتر سويا تحلطمي اغلبها كلنا غير تحلطم بتويتر طبعا حطينا لايب انت متعود انت متعود عليك ليش اخر بودكاست انا بسافر ان شاء الله الحمدي ابتحانات ان شاء الله لايب هنا اكلمني عرف اكلمك شي ان شاء الله راد لنا متخرج ان شاء الله 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 أول حاضرين ولكن فجأة اختفى أنية راح أمشي استهدي بالله شل خير خليه وصع بس نزيل نفس ما عودناكم في هذه الحلقة أو في كل حلقة نتكلم عن أخر الأصدارات أخر الألعاب لعبناها أبرز أخبار الأسبوع بالإضافة إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع اللي راح يكون عن أحباطات عام 2017 في عالم الفيديو جيمس سواء كان أصدارات سواء كان أخبار سواء كان إعلان كتناطرة وما صار مفاجأة مثلا معين كتناطرة لا أحباطات هناك شيئ ما يسمونها بالإنجليزي كتنطرة ليس كتنطرة نحن كتنطرة حتى ذلك المرة قاعدة أرى بعدها لا أعرف معناتها بعدها لم أعرف معناتها تشغل شزام ليس ما شزام لا موش عزام الخلافات كنترادكشن كنترادكشن لا 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 كنترادكشن 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 تناقضات أول شي طبعاً في الـ DLC يدد إضافتين Resident Evil 7 اللي أهمه Nota Hero المجاني وفيه الـ DLC الثاني اللي تأخذنا مع Season Boss و هذا قصر إن كروس ترى هذا Nota Hero مو هذا اللي تعرفون أنت وفيه الـ DLC الثاني اللي هو End of Zowie اللي لاعب Resident Evil 7 زوي يعرف بله شخصية زوي وفيه واحد طالق بلحية بيضة شدي شايلها راح أتكلم عنها شوية ثم لدينا تربيبرز بليز نزلت على الفيتا غانج بيست نزلت على PlayStation 4 و لدينا أوكامي PlayStation 4 و Xbox One و PC نازلة لـ HD لا صلى فترة لو تنزل حين أهمت قايش مع العب أنا شريتها لكن الآن ما لعبتها شاريها موجودة مزهبها بوب جي بلاير أنون بتل الجراون نزلت على اكس بوكس بشكل رسمي تاريخ 12 ديسمبر أي واحد الشريحين اكس بوكس 1 X بحصل بوب جي مو بقي مكان لا يعني هو صالح سيدي يلا أقول لك الخبر بعدين فالاوت 4 VR نزلت على البي سي دراغنز لير تراليجي اللي يبناه بطاري آخر الحلقة اللي طافت نزلت على البلاي ستيشن 4 ألتبت تشكين هورس نزلت على البلاي ستيشن 4 لعبة من العلعاب اللي ندحناها كبارتي جيمز نعم على البلاي ستيشن 4 نزلت ديالسي مع الإبسود إغنس الخاص بفايل فانتسي 15 مرتبطة 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 ماهو الشخصيه دائم ان يطبخ حق ربعا لأي مرتبطة 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 ماهو الأبواس نزلت على البلاي ستيشن 4 إكس بكس 1 نتندو سويش بي سي هذا سيزائلة عشاني انسي بولين وعلى قولة أحمد ريان الله يذكره بالخير يقول مو رومانسنج يعني يحب وغرام لا رومانسنج يعني نفس درام يعني فيها دراما تراجدي مادري لها معنى الرومانيين شي كذي واللي كان يسعى لأن أحمد ريان يعطيكم ألف عافية تسلون عنه ترى هو هم من سافر اليوم الفير للامتحانات رح يغادر فترة يعني شم حلقة للامتحانات وبعدين رح يرد إن شاء الله شهر فاضي ما عنده شيء فراح يرد بالحلقة لهاي نفس فرح لازم يريحين حل حق المكان يديد ممنوع عندي أنا تدخي صح هذه مشكلة كيف صح ود السطح 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 رح عندش آخر علعاب لعبناها أنت طلول أنا قلت أنت عبد الله حسش ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ رح أتكلم أول شيء عن واحدة من إضافات Resident Evil 7 اللي هو مونة توهيرومالكوس ريد فيلد الثاني أنا لاتضبطنا بالتريلر عبد الله حسنا أنا خسنا نعم طبعا اللعبة نزلت أول شيء في بداية هذه السنة تقريبا في شهر اثنين إذا ما خافظني شهر ثنين عندي أتوقح سبعتعش شيء ما أدرب ألمهو نزلت في فبراير 2017 اللعبة من أجمل ألعاب اللي ممكن تلعبها هذه السنة هي فرست برسنين يمكن في ناس ما تقبلوها ولكن هم من الدي آل سي ترى فرست برسن هل يحب روزن تيفل؟ الأول من لا يحب روزن تيفل يجب أن يلعبها نعم، لأنه يوجد تجربة جميلة في شخصيات بعدها ستعرفون ما هي هل يوجد سبويلر؟ لا، فقط حول الريك حولي لا تحدي في هذا الـ DLC طبعاً ستعرفون قصة زوي أنا لا أحرق ما حدث باللعب الأصلية ولكن في مكان من الأماكن نسبة تشاهدون ستعرفون ما حدث باللعب فتعرفون ما حدث باللعب والذي يزوي بالبوستر البوستر طلع واحد شايف عنده لحية بيضة ما هي الشخصية؟ لا يكون نفس نفس الشخصية واحد نفس جول وشكله تعبان في هذا الـ DLC تقدر تشوف كريس ريدفيلد هذا الـ DLC ثاني ترى اللعب هيرو هذا ليس ناتا هيرو؟ انتا هيرو انتا هيرو انتا هيرو انتا هيرو انتا هيرو انتا هيرو هيرو انتا هيرو انتا هيرو ولعبها مرة ثانية كاملة تقريباً أنا ما شفت النهاية بس طافتني فأنا شفتها بعدين ما يطول ديالسي؟ ما يطول وايدي يعني فيه ناس بخلصين بساعة أوكي فأنت تلعبت بعيونك فيه ناس بخلصين بساعة فيه ناس قاعدوا ساعتين عشان يحوسون وشيء شديد يتبه بصعوبة شفت شونا منه تلعب بعيونك هم وناسا تقدر تندمج لأنه شي بسيط وهو لعب وبيروي نية عرفت؟ لأنه في الجيمليا ما فوق جيد وفيه ميزة تقدر تحطم على القايل العب صح صح انت تصير موتي تاسكينج انت تصير موتي تاسكينج طبعاً راح تحاول تنتظ وهو هذا عم البنت عم زاوي حاول ينقذها فهذه اللعبة ذكرك بشيء من العاب الرعب اللي هي نفس لندنمان فيه شخصية تلحقك طول المدة طول المدة ووضعك عم زاين وهي الشخصية ما تعرف منه و هو للعلم الشخصية ما تاكل نفس الوحوش الثاني يعني تاكل تعظك و شذي يتطقق و معك بوكسات للعلم هو متحول نفسهم يعني هيومن هو مفروض انه هيومن باش ما في عقوم اتوقع حتى انت كلها في ستفايتنج يعني هذا اللي مصدر حليناك هذا يعني هذا المهم كلها بوكسات وتلكم فيه وكذا وهذا وتوخر ودجات وتصد يعني صاير كأن كأنه فايت مو انه شوزن ولا طلقات ولا شيء نزيل لدرجة ان بعدين دايما رزن تيفل تعود ان في نهاية اللعبة تحصل الصلاح الفتاك او الاهم شيء يهليكوبتر ياخذك نزيل الهلكوبتر هذا ما رح احرق DLC لانه توا نازل ولكن فيه تويست بسيط حلو عجبني وبالنهاية في شيء رح يتعلق ب احد المشاهد اللي صارت في اللعبة الرئيسية اوكي فانو ما بيألمح اكثر من شديد ولكن كتجربة حلوة قصيرة يمكن ساعة اذا خلصتها بسرعة اللي يوتيوب لعبها ساعة احباد يقول انا خلصتها بساعتين تعتبر كصيرة نوعا ما او يمكن كـ DLC بس الشخصية الشخصية البطل عطر عطني انت من اللقعت تتحرش بأهلي من اللقعت تتحرش ببنت أخوي يروح يدافع عنه بشكل مطبيعي وهذا يظلل حقك الطقة تذبحها مرات ما يموت معروفين ما يموت نمسس ما هو مستر اكسي لحقك ما هو نمسسي لحقك من اللقعت هذي البصمات الموجودة نوتا هيرو لا يلعبت هل يجعلوا مع بعض المفروض نوتا هيرو كريس ريدفيلد يكون نزل بعد اللعبة لماذا تطوّل؟ يمكن أن أجلوها يمكن أن أصبح تطبيطات لا تابعت الأخبار من هذا الـ DLC فنزلوا الـ Notaheer بلاش ونزلوا الـ End of Zowie إذا أنتم مشاريع اللعب لا تشترون اللعبة العادية وبعدها تشترون DLCات تشترون Resident Evil 7 Biohazard فيها الـ DLCات ببلاش يمكن أن يكون لدي الـ DLC ويمكن ان يكون لدي بالمستقبل بعد ماذا نصبّل ريزون سيبل؟ انت وينزل؟ لا انت خلصت الله تقوم بالضبّط بـ One Star Hunter World One Star Hunter World One Star Hunter World One Star Hunter World اللعبة المنتظرة على أجهزة الـ الجيل الحالي الذي لا يعرف اسم One Star Hunter يمكن أن لا يستخدم هذا الشيء اشتركي في هذا الجزء قالوا ان القصة المشينات الرئيسية مالة القصة رح يهتمون بالقصة سنجل بلاير أوكي رح تكون ما بين 40 إلى 50 ساعة أقل واحدة تقريبا بينهم ولكن يقولك عشان نطلع كل شي فيها تحتاج مئات الساعات عشان تطلع كل شي أكيد أكيد معروفة من الألعاب الفارمينج والوحوش الإبداع اللي فيها وخاصة الأسلحة اللي كل سلاح غير عن ثاني وكل سلاح شكله أعتر من الثاني للعلم أنا كنت بسألف عنها حلقة اللي طافة تونسيت فبسألف عنها الحلقة هذه لأنه مو الويكند هذا الويكند اللي طاف كان لها أبن بيته حق مشتركين البلاس بس نعم نعم ومدة ثادة أيام باطل الحركات اللي كان يصير جربت طبعا المكان اللي أنا لعبت فيه هو نفس الديم اللي أنا جربته في يوم اللاعبين بالسعودية فما فرق وياي وايد بس لعبته أنا سنجل بروحي اندبحت الوحش هني لا لعبته مع الشباب حصلنا بعض المشاكل في يعني create room أن شلون أنا أضيفك وتتضيفني ما أضيفك بال user ID أنا سويت مثلا لوبي أو خنقل يعني غرفة أنا أعطيك القوست ID لأن أنا لازم أختار القوست وأسوي غرفة ولازم واحد يكون منقى هالكوست ويسرج على ناس يلعبون وياه هالكوست كنت سعنثوا معقدة شوي المهم أعطيك يا عبدالله أخذ القوست ID مثلا عشر أحرف عرفت يالله حطهم تحطهم يسرج على القوست ID مثلا وتروح أو يقولك بالناس اللي موجودين طبعا بالفرندلس ما قدر أشوف أنا أن هذا داش مستر هانتر ونسوي روم أنا بس خاص لم أجرب لأنه كان في بعض المشاكل حتى لما سوينا الروم أنا منضيف بعض مقادرين يقول لأنه مشكلة بالنت يكون بالبيتة يكون بالبيتة تاوة 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 طبعا هذا اللي قاعد يشوف الفيديو كاست في كروس بين هورايزن ومستر هانتر أن القط وهذا اللبس معروف اللبس ما اللقطاوة انزين للعلم اللعبة بلاي ستيشن فور برو أو إكس بوكس وون إكس ليش؟ السبب كالتالي السبب لأن البرفورمانس والأداء أفضل بوايد من النسخة العادية للجهاز أهلا وسهلا يسألون عندك سهلان مرافق زروا هم ويهك على الأقل خليه يفتح سهلان مرافق سهلان مرافق لا لا نزلة بالنصف فرحان لحظة لحظة الآن فرحان هذا المشل يا السلام عليك لا 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 كيف تستخدم المحذر المحذرة حان هذا العادة من قناة بعض اللاعبين لم أضعوا أيضا لكن هلالومرة غيرت السلاحي بدل السويتش أكس خذيتك هو الويفران بلاي نفس السلاح سهل سهل بطيء ولكن حديث عالي هناك أجرى سوال سهل سهل مربع مثلث حركة مربع عادية حركة في أكس مربع مثلا طق وتنحاش دوجلي ورا التكتيك اللعب صاير عميق هذا اللي عجبني فيها هو شوف اللعبتها من قبل لعبت الجزء قديم اللعبة ديب مو بس امشي ورعص نفس الدقمة لا لا اللعبة فيها تكتيك فيها استمنى اللي لعب داركسول يمكن رح يستور كوجيما لا آسف كوجيما الحركات ما توقعتها اللعبة ديب صراحة أول ما شفتها ما توقعتها ديب جميلة وهي تبين حلو تركابكم قصبا لأن هذه أكثر اللعبة قاعد تطلع لها فلوس من أكثر للعب هي أكثر لعبة الحين حاليا يعني ما في أكثر يعني قاعدت تنباع بملايين إذا ما شدت حيلة في هذه اللعبة خلاص صراحة ما رد أعج تجد حيلة لأننا نزلت كيف يجب أن تنزل على 3DS على الكمبيوتر الآن على السوني والأكس بوكس كل واحد فيهم ناجح كل واحد فيهم وهو الفان بيس ما المنصر هنطر لثان أنا لعب تاع على السوني 2 على اليوم المودم بعدين ما قدرت خلاص في النت يعني بعدين الشباب اللعبوا على البي اس بي راحوا على 3DS شوف يعني شوف عادي يلحق جهاز ما في مشكلة على الويو فعادي يعني فهم قسم عليهم لازم يطورون لأن يدرونا في ناس ترقع تلحقنا وعارفين فيعني وهي هورادي حلوة وايط حلوة كاف اللي مساويناها مساوينا ولد زامون صار حام تلعبو إيانا بالبداية أنا توقيت عندي واحد ليش لا حين ألعبو إياكم أفروتش أكثر رحب هذي بس أنا أبي أكون لعب صريح هي مدى التنزل هو راح يخلص 26 يتكون مخلص لا أنا عشين راد إن شاء الله إن شاء الله والله بس يا جماعة تابعون صد أبي ألعب هذي بس هم أبي ألعب بوب جي ولا ولا صد 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 ولا العظيم بوب جي أكل صريح توقย بوب جي بهذه بيها أنجابا عشا por حين أي speech ببأ بجي لا إن شاء الله أو تكونzy ل Aktul باب جي بو ألعب يعني نشاء الله م listen اللير �ER أس تضيقة الالعاب أنا لا heat yeah أنا 안�rt إ ال لا يوجد لعبها وانا لحين القطاوة من الوقت ما يشتون يا جماعة انا معك ما دين عندي فارم لازم اشغل القطاوة لعندي بس ان شاء الله يعني هذي ان شاء الله ان شاء الله شوي يحسون على الدم اللي يخذ ايجازه انا ما اقدر شوف ليش احب العاب الحين ما تشوف ليش قاعدة بوب جي اوبرووتش اوبرووتش بوب جي ما نشغل ما نشغل انك تلعب وايد لما اندش مرة ثانية لما تيمعنا لعبنا قيم خلصنا هذي لازم على طول مع الربع قوية شيء نزيل هذي بالنسبة حق طبعا استمتعنا فيها اربعة ماكسموم يقدرون يدشون مع بعض التيمورك ضروري جدا في هذه اللعبة الحركات تفرقت وايد يعني انا مرات اذا طاحت تقدر تقلب وتسوي مثلا ايروبكس اللي هي الشقربات التفلسف نزيل ايروبكس ايروبكس اللي هو يناقص بهلواني او مورت كامبات اللي يلف وحركات ويطق وهذا لاة ايفي الشقربات ايروبكس ويطق فوق بالهوى هاك وحركات هاك وحركات يعني عادي هل هو نفسه ولا راح يغيرون فيه اتوقع نفسه راح يفتحون مرة ثانية على البلايستيشن فور فقط اللعب راح تنزل اكس بوكس وان وبيسي بس على البلايستيشن فور يوم اليومعه هذا بس مو كروس فاتفورم لا لا ما ادري اللعب اتوقع سوني ما ترضى مو يوم اليومعه 22 ديسمبر الساعة الثمان بتوقيتنا احنا توقيت الكويت ثمان بالليل لا 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 ثمان بالليل بتوقيت الكويت لغاية يوم الثلاثة ستة وعشرين ثنعش حلو حلو ينتهي هم من يوم الثلاثة ستة وعشرين ثنعش الساعة ثمان بالليل متواصل من الثمان يوم اليومعه بالليل ليل ثمان يوم الثلاثة بالليل متواصل تقدر تسوي له بري داولود ابتداء من باتشر اللي هو الثلاثة ثمانتعش يعني اللي قاعدت مع البودكاست يعني حين يقدر يسوي يقدر ينزل له بري داولود ويتجهز له أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً عندنا هذا بالنسبة حق موستر هانتر عبد الله تبي تسرطي شيء ما يعني ما عندك شيء انتر عندي عندي شوف دوتر غير دوتر عندي غير دوتر فرحان انت عندك شيء انتر اي انا لعب لعبة جميلة انا وكامي نزلتها نزلتها؟ تدري شو كاعدة سويانة ترى ما لعبتها بس قاعد اذكر الصور العلوان والرسومات حلوة انه نوعاً ما هي شلشت فالغرافيكس حتى لما يتكسر انت عارف انه شلشتت حتى لما يتكسر انت عارف انه شلشتت يعني مو رزلوشن دروب هي كانت مشكلتها مو مشكلة لا نطمع الناس كانوا متخيلين ان اللعبة راح تنزل ستين بس كابتون يكفلت على الثلاثين لا ادري لماذا يتحمل بس بس اللعبة والله العظيم اللي قاعد يلعب اللي اوتوه خلص زلدة اللي ديدة ماريو صح؟ اللعاب يديدة هذه هذه اللعبة قبلها بحدي عسنة 2006 حلوة حلوة جميلة يعني والله العظيم اللعبة وايد حلوة حركات فيها يعني ترى ترى فيه اشياء رح تسومها باللعبة ترى هي نفس رسمة تخيل كانت على السوني 2 ما فيه يعني ما فيه لا هو الانالوج بس فرحان يعني مع هذا ما يستطيع قارن الجرافيك لا لا اقصد جيم بلاي اقصد كجيم بلاي اقصد صعبة لعبة جارية يعني العاب قديمة جارية العاب ديدة من جيم بلاي كل شيء بس فيها العاب هذه بلاي ستيشن 2 HD مو ريماستر HD فيها وايد حركات طبعاً اللعبة كبيرة طويلة نفس نفس جاو الزلدة حركات تشوف هذه حركات سيقوم بلا بعدين تاخذ اشياء وايد ساونتراك أنا لايحين ترى صدقني ساعتين بس قعد دفتر بس يعني تشوف من انظر اقول الله شخباري شاسب الديب هذا اما تراسه وفيه الشمس كلمة وشي يعني شي 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 مطبيعي وترى الدزاين ارت غريب طبعاً كانت من من السيديو وكليفر سيديو الحين صاروا تقريباً بلاتينيوم جيمز بلاتينيوم جيمز من ناشئين مدرسة 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 ويت جود هاند كلها كلفر سيديو بطل ستوديو بطل حتى البوصات شوف ترى والله العظيم البوصات شي مطبيعي يعني يا جماعة خاصة اللي لعبها قبل رح يحسب ذكريات جداً جميلة وفرصة حق الناس اللي ما لعبوها طافتهم ترى هذي فرصة اللي هي تعتبر ماستر بيس يعني حقها ماستر بيس هي بس مشكلتها ان مايا بتربح العالي وهم وكابكم عندهم تارجت وايد عالي كيف هم بشركة بس هيا شوف جميلة ألوانها شلونك شخبارك ما راح أتكلم ما راح أرفع باللعبة زيادة بس فعلاً تستاهل 20 دولار اللي راح تقطوون و الخيصة 20 دولار ترى يا جماعة يعني في لعبة بتنزل هذي Lost Sphere اللي بتنزل ترى ب 50 دولار اللي يريد يشتريها 50 دولار ترى هذي وادي كبيرة 20 دولار وترى غير جارة يعني انت قاعد قولها الشغلة لا انت مو مو خسران لا انت بالعكس انت ربحان اللعبة وايد حلوة بسعر هذا اللعبة من الألعاب اللي لازم ترى في ناس اللي يقولون عباد اللعبة تستطيع قطعها 20 يمكن في ناس تقول انا الحين هنزل لعبة 20 دولار في ناس راح تتكلم هذا واقعنا كلنا خلص درق سايدرس ابي لعبة ثانية اوكامي ترى حلوة والحين فرصة اللي ما لعبها يتعرف على ماترس وربعة ترى ايه اوكامي احنا اوكامي اوكامي ابي انا حذراً جنابك حياً لا تبشي لا رجال بسكاً في واحد يمي راسك شوية المهم فيا جماعة ترى هاللعبة هذي أنا ما بيرافي أنت بتبشي وتخلي راسي ايه بخلي تفضل يا جماعة لعبوا أوكامي واللي بيلعبه وبينزله يعطينا راينا بال يعطينا رايه يعطينا رايه بالتويتر بالتويتر يعطيكم العافية يا شواب وأنا لازم أترخص لا 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 قل لي أي لعبة ألعب تعود بالإبليس لا 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 أول ما يوصل مجود قلت أنا خل روحك تمشي أنت قاعد بروحك أول شيء شلالك أخلص اليوم أنا ضدك بكل شيء اليوم أنا ضدك بكل شيء خلاص وقفة وقفة شلالك ماتد العيدي حمد الله على السلامة شلالك شلالك ساعة مش وارم عشاعة طلعت روح البنك بات سلام صح أربع عشاعة زي سبحة يا شامل الزمان مطلعي أنا أعتذر حق الفانز أنه ثسابيع مطالع ثسابيع أو أربع ألوح أحني شوية أنت ما يخلفت أيدي الجبلين أه ما أعتذر لنا إحنا اللي نطرينا اللي قاعدين يعني ساعة ساعة قاعدين قاعدين في بطل المستمت قاعدة أحاول أوخر عن المائك أنا أشتط صوتي فرعالي لا ما أقدر أرسك أسأل أنا أعتذر حق المستمعين من شاهدي لكن كان في قوة خفية تمنعني مطلع البودكاست الله قوة مركزية المسألة نحلت وردينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيكم شفيك شفيك صح 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 مو مرتاحك بس صح نجاب النعام أيوه أوكي وهم أن تليفونك مو سايلنت نحن مو برافشنا بالمارة الحمد مو برافشنا بالمارة الحمد طالب كوكيز حق البيت اه لا لا خانك بالك لا لا أنا مارسي أنا مارسي بزي في يم عبرتنا طالب كوكيز بزي 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 لازم رد عليه شاكوه ليحظي إلي tackle نحن شعر لازمة نحن ويبينك عنده هناك مو مي بيك عنده هناك يا عشان لأنتك يا عربي أي المهل ماشي يسمونك هاتي بالنسبة حق أوكامي بس أوكامي لازم يكون لعبة هذه اللعبة لحي خل نروح حق اللعبة اللي وراها كونو باه فايتنق اي اكس ليير ما نزلتها والله لا والله العظيم ما نزلتها تعرف لعبة فايتنق اي اكس لير بين قوسين ستريت فيتر اي اكس اللي فيها لاعب هندي عنده انفنت عنده كامبو انفنت بس يعني انا اذكرها على يام السوني 1 الشخصيات هي انزلت سوني 1 وسوني 2 بس كان في ريو كين ريو كين ايه طالعين عادي هي انزلت ثثة زاء على البلاي سيشن 1 وحين هذ رح يديني وجهز واحد بلاي سيشن 2 في شخصيه كنت ودي اشوفه الكبز الاول هو يكون لبسه لبس صوت يستخدم مثل خيوط القنابل دوكتور دارك او شيشن ايكس دارك هوريكو يعني هي نازل رسمية رسم كاملها اللعبة فول هي اللعبة اللي حما نزلتها تنزل 2018 نزل بيتها نزل بيتها حق بلاي ستيشن 4 هي طبعا حصرية بلاي ستيشن 4 السيديو اسمها اريكا اريكا قنفة المهم ستيتفايتر اي اكس ستيتفايتر اي اكس عندهم شخصيات خاصة ممالوت كابكم يعني منها هذه الشخصية اللي قد شوفنا حاليا اللي مشابه لريو كن وشون اسمها الان 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 شرر ما هو شخصية مارك دا وولف الأسمر؟ أعرفته؟ نصطقات ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ريو هازوكي ريو ساكزاكي ما اسمه؟ ما اسمه؟ ريو شون عرفت شون مارثيرد؟ باسكتبول؟ نصطقات نصطقات ريو شون شوتات ريو مارثيرد؟ نصطقات نصطقات دارون دارون مصارع الهندية ممتاز ممتاز نصطقات ممتاز 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 ليش بايقين للعبة؟ شنو هي؟ اليو آي كلنا ستريت فايتر او هم مسوين ستريت فايتر اي ستريت فايتر؟ اي 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 اكس؟ لا لا اهم نفس هذا نفس القديم نفس القديم نفس القديم تقريباً الشيء المختلف اللي هو السوبر اللي تحت او الالتمت في كور يقولك انت تبي تنقي مود هذه الشخصية او دارون او غارودة غارودة هذة يعني اكوة مال اللعبة قبل باستريت فايتر اي اكس تبي تنقي اغرسيف تبي تنقي بلنس تبي تنقي مثلا مود اذا نقيت اغرسيف الادو كنت تتغير وياك مو جدا مثلا اغرسيف يسهل عليك الحركات الاسباشال موف او او اكي اعرفت تصير هجومي اي اي تصير هجومي اكثر في الكور اللي تحت الحمره هما اللي صايرين حق الاتاك وهذه اللي حق الديفنس ويشبون اللي حين ما فهمت شنو طبعا شوف ترى هي اللعبة ترى داشين فيها هما ترى اسنكي هذا اودا من هما اسنكي حاب اللعبة وايد ترى داش وياهما بصدام سريع لان كيف تهتموننا للموضوعك أزل اوكي اوكي عشان لا يويض الجسر اصيح بإختصار خلي كامل فرحان اللعبة ستريت فايتر على تيب نزيل شوية بس صوتكم ما لكم انتا يوم قلت على الميتر نفس EX القديم كان سوبر وفي ثلاث قيجات تحت كل قيجة سوبر لأنها تكون سوبر بسوبر بسوبر نفسها هذا الثيمة مات EX نفسها ما غيروا فيها شيء ما أخذوا من ستريت فايتر ستريت فايتر قبل كان عندهم عداد واحد سوبر هذا كان عندهم سوبر واحد بعدين مع ستريت فايتر زيرو اللي صار عندهم نفس السوبرات هذيلي نفس الثيمة ما تغيروا آخر جز اللي نزل على سوني 2 أول عب سوني 2 كانت الثث قيجات لما يكملون تقدر تسوي سوبر ماركس أتوقع في ماذا تقريباً هذا كينجل فايتر لا لا تقريباً كينجل فايتر هو ستريت فايتر اي اكس لها بصمتها أهما شنو صارت الفكرة وين الفكرة أهما أريكا راحة وعشان العشر سنة راحة كافكم قالوا نابين سوي اي اكس يديدة ما أعرضوا هل تحسين حسابنا؟ أهما عندهم شخصيات محبوبة يعني أهما عندهم كايري سكرمانيا مالوت كافكم أريكا فأهما عندهم شخصيات حلوة والناس تحب شخصيات من اللي يحبون العب قديمة فأول ما سووا اللعبة ترى كانوا بإفلوشن أتوقع مو بإفلوشن كان في اليابان شي شي قالوا أنه في لعبة يديدة تنزل حتى من راحة راحة اللي هو مدير مال الشركة اسنكي راح تجربة وحطوا بتويتر معه أرك سيستم حتى راحة وتجربوا اللعبة فهم سووا انجلتكين راحة وفي يعني كلام طلول يقولك يمكن راح تصير أريكا فرسز اسنكي هم اللي يقولون أرك كروس اسنكي تعرف اللي يقولك أوكي مستفاتر الاحتياط بالضبط أنا هادق اقوله انه ستريت فايتر تيب بس انتظر هاي شخصية الوحيدة لتسوي هي موتشي هي الخيصة المهم هذا بالنسبة حق ستريت فايتر اي اكس لير لا باس يمكن مو كل الناس راح تتقبلها نفس ستريت فايتر بس حق اللي يحبون اللعاب الفايتر يمكن راح يتقبلها لا تجبرني خالد المهاني انت تحب اللعاب الفايتر صح؟ ما راح يحب ما راح يحب يقول وايد حلوة وايد حلوة ازاي اشي سمونا الحين ننتقل حق لعبتك عبد الوح كنت بتنتقل حق شسمه صح؟ لا 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 لعبت بازل فايتر على الموبايل سولفنا عنها دفعت فلوس؟ لا انا ما احب ادفع فلوس بس تجبر اللعبة بس اللعبة وايد حلوة انت اللحظة لاعب القديمة اكيد لاعب القديمة امانة شكلت شانليب اللعبة مو احلى من مارفوز كابب حده صايره ميم حتى مع التعديل حتى مع التعديل لعبة وايد حلوة اللعبة وايد كبيرة أصلا حتى تليفوني مسحت كل برامج بسيان نزيلها تليفوني المهم المفروض يتمدل المفروض اللعبة نفس الطريقة القديمة لازم تعمل لون واحد وهو تركيب مو فايت ميكس بس ليه تركيب ابي رأيك فيها في واحد بطيقة يصير نزيلة اوك تركب هم جواهر ينزلون لازم تحط الألوان نفسها ينبعض كلما تركب أربع جواهر نفس اللون ينبعض يصيرون جوهرة أكبر النفس فكرة بويو بويو بس على أن يصير بلوكس هذي ايه بمبلغ بويو بويو هم فيها اللي هو ما يتصلون مع بعض عادل في كرة تنزلها على نفس اللون علشان تكسرها انت الجوهرة تنزل تنقل اللون اللي تبي تكسرها ايه هذيك لا راح تنزل الكرة على اللون اللي لازم تركب عليها وكانت فيها كومبوات كاملاتو عافسة هي باسسز أصلا مو مراحل يجب ان تخلصها لا لازم تلعبه أونلاين فيها الرانكينج سيستم فيها تقوي اللاعبين لشخصيات كابكوم مو بس ستري تويتر ايه دانتي ووايلد موقعا مورغن شكروه اوه ما سكره وهو إدمجه مع ستوديو ثاني من أجل المصلحة العامة لا، هو فعلية تسكر وخذوا جزء منه اسكت 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 لعبة وايد هلوكة على كموبايل ضابطين هي أنا توقعت أنه سيصير لاغ خاصة مع 3D بس طرع لا، ما فيها لاغ طبعاً لازم يكون عندك كونكشن بس طبعاً تنقي شخصيتين أو ثلاثة أنا لحن بالبداية هي عندك واحدة، بعدها تنقي واحدة ثانية support والثالثة بعدها تبطلها، كل ما تلبل الفرق إنه لا تضعوا كلهم من نفس اللون إنه لون مثلا أزرق، لا تضعوا كلهم حط واحد أزرق، واحد أصور، واحد لون ثانية عشان لما تسوي الـLT، تقدر تطق فيهم كلهم نزيل في ميتر تيمعة، هذا ما كان في قبل سوبر سوبر تيمعة بعد أن تطق فيه الناعب لدينا طريقتين لك تفوز يا أما يخلص هلث ضدك أو يفوّل عنده المربعات المربعات، أوكي فأهم هذا الشيء، كان الشغلة يديدة، قبل كان ما فيه الهلث بس عشان يسرعون اللاعبين يفرق اللاعبين، مو بس الحركات حتى الهلث ماله، الدمج ماله يفرق حتى الديفنس نفس لعبة WWE، نزلت بوزل، بس فكرتها نفس Candy Crush ألوان تكسره مع بعض عنده هلث وعنده كل شيء آه، ما لعبت هذه عد أنا مينون Candy Crush، معروف عني، ما رح أخذه نزيل نزيل لا ترويني، نفسها في السيارة لا ترويني، خلاص، أنا خلاص، هذا نزيل هناك أكثر من قيوم، طبعاً، بس فيه شام جيم، عصبت وفايز الوياي، ما يفهمون، ما يفهمون، ما يفهمون؟ غير هذا، ما لعبت وطلع حريتك مالي، ما يستطيع حريتك مالي، ولا ما قاعد يلعب، ما يصير آسف، صوتي عالي، لازم أخذ ماء كان عني أخوي يعقو؟ لا، عزيز الحمد لله على سلامته الله يسلمك خذ الأكاونت مالي، ولعب قيمين وخسرهم، طلع حريتك مالي لعب مع منو؟ منو؟ حمدا جدا يصير يبعد انحن نهاية احد valu اهم اثناء لا بنا ب somethin عندي شي اسمه عندي ايه قلع عب زينو بلاد او غير زينو بلاد اخذ رايك فيها بالنواع ايه قلع عب لعبة ما توقف انها لعبها اسمها ساوثبارك فون ديسترويور ايه اوكي هذا ما اقوم بتحط الفيديو معها اوه اللعبة نظام كروت بس انها ساوثبارك فون ديسترويور ايه بس ان الكرت الشخصية الان انه يصر سمون تشوفها جدامك يقاتل لا لحظة عشان نفهم اللعبة أول شي اللعبة مشابهة للعبة معينة هي عشان إذا نقدم نقاررها أكبر شي حق هيرتستون بس الفارق إن الكرت مو بس كرت تطلع الشخصية يطلع الشخصية تشوف الشخصية يتحرك حلو لعبة موبايل طبعا فيها كلاسات وفيها باكيجات كل السيزن مثلا 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 أنا واصل السيزن جو نينجا اللي هو نينجا يهودي فهو اسمه شون جو نينجا شون جو نينجا هي جو نينجا اوكي عادوا هما وايد جري اوهما اي لا يعني اطنازل مطبئة بس اللعبة يعني وايد يعني يصد لازم مو بس تقول كروتو خلاص الحين هيرتستون يعني خانقل انت جابل لجدامك من اللي سار لليمين صح؟ نعم نعم شخصيتك هو انت تشوف شخصيته وهو شب شخصيتك عندك ثلاث بارات من الهيرت يخلصون او يخلص الوقت اللي عنده اكثر او انت يدخل اللي فووز ايه اللعبات طبعا فيها ماكت ترازاكشن بس كثة قيوم اونلاين يعطونك باكتج باكتج زيني مو باكتج اخر شيء وكل اربع ساعات تاخذ باكتج نورمال سواء انت تلعب او لا اي لازم تبطلع عشان يصير فيه حدك باكتجين انت ممشغل اللعبة اذا مرد ثمان ساعات يعطونك باكتجين بعد يوقفون تعالي السماوة فون ديسترواير فون ديسترواير بننزل ها وطبعا كل سيزن انا عجبتني ان هذا اشي اسمي باللعبة اني مواتج باكتج حتى ان كل سيزن لا ثيم مثلا ثيم البايروس كل فوزة تاخذ سكال كل خمس كلات باكتج راير سكال اي سكال ثيم بايروس القبلة كان ثيم اليان برديتر فعني اللعبة اذا انت تجاب لها لا تستطيع تدفع كروس اي طبيعا يضلون عندك لما يخلط سيزن او الشيخ من هذا يضلون عندك الكروت مايروش الدك اللي ها مجموعة الكروت حدك 12 كارت حدك 12 كارت غير هرثستون اللي هو 30 مثلا وتقدمج بين كلاسين بس اكتب كلاسين لا مثلا في البايرت مثلا مع هذا الساي فاي او الساي فاي مع النوردك يصير جوب خايبرد مخترد بس حدك 3 كارت هايبرد ابدك واحد وطبعا في كروت اللي يديش بكل مهما كان الكومن في بس هم مهما غير كومن زي الشي اسمه بس هل ممتع ولا زي هيك لا لا ممتع انا صودي حين فوقت السابعة قال في شخصية اسمه مان بير بيك سمن ويد قوي اكتب اقولك اعلم وهو هاف مان هاف بير هاف بيك هاف 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 هو ميزر خيصية ايه بيزهب لنا نزلت ستلعب لنا يا رب شو الخلحة شا زوي شا زوي والله بذبتك وجود انت ما كنت خايف انه ماريو تاخده لا بلى لا لا صعب لا لا لحظة او مبروك ان ازلتها تاني تاني صجي انا شد الجو على بابجي خد بابجي تاخده بابجي ما لاش شد بابجي بابجي والله صج ما كانت تحس ان الليستة صعبة على الزلد ايه اكت صج كنت حل حل متوتر طاعته لايف ما كان في تصوير هنا لا المغطة الناحز ايه باركلي اوه باركلي اوه اصور واري اكشن عبد الرحمن الدو سيري ماشرة الفيديو عند خالد روح شوفGet خلوه اد ابي شو الفيديو لا لا بس لا تشغل الصوت هنا مايبدوع مافي ممري الله الله انزل نبي رايك الحين مزينوا بلايد كرونيكوز 2 نحن صالفنا عنه صالفنا عن التفاصيل بس أبي رايك فيها هل أنت لعبت الأول ما لعبت الأول عدل أشوف حق اليديد على السلسلة سواء تلعب الأول أو كل أكس مو مهم إذا طابلت سيلة بالثاني ما لا علاقة بقصة الجزء الأول نفس فانتزي كل جزء بروح كل جزء بروح حلو، أنت لعب الأول أنا الأول لعبة بس مو ناهي مو ناهي، لاعب كمية زينة لاعب كمية زينة لعبة 40 سالة يعني تعمقت بالجيم بلاي حلو الآن أبيك تعطيني رايك عن لعبة زينة بلايات كرانيكلس 2 إذا كانت هي اللعبة بروحها وإذا أنت، أنت حاب الأول ولا لا؟ أنا حاب الأول وأبيك تقارنها بعدين مع الأول وأبي رايك لما تقارنها أنا مش أبقى قارنها مع الأول بنسلحة تسلسم الفايت أنا عندي تسلسم الفايت الثاني أحلى بواي لأن الأول وأكس كانوا دواء أركس على أصب تلف يميني صار أخصر يمين ما حسيت أن الجيم بلاي بارد لا أشوف أنت، ووايد ناس انتقدوا هذا الشيء أول من 6 إلى 10 ساعات يكون سلسم الفايت لحي ما تطور كامل لما تكمل، فوق 25 إلى 30 ساعة ويفتح لك كل شيء لا لا أنا أشوف اللعبني يتغير أنا لعب ثلاثة أشياء لا ترى سلسم الفايت حتى إذا عصام شهواني عصام شهواني عصام شهواني شهواني عصام شهواني عصام شهواني 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 و هو قال أنا اسمه ب تويتر بداية اللعبة كان سيستم فايت لي ممل سبعة ثلاثين ساعة اللعب لما تطور السيستم حبيته وايد ما الذي يتغير؟ ثلاث حركات باردة لما يصور عندك ثلاث سامنات وصور فرق كامل كل واحد عنده سامنا ماله ويتمدل بينهم يصبح وايد فهم متعمدين يخلونها بطيئة لا لازم بطيئة يعطيك كل شيء بالبداية وكان معقد لازم تقرأ قايد او لازم تطالع فيديو انت تتعلم خطوة خطوة مع كما لا تصعد يعني يزيد لك اشياء يديدة بسيستم الفايت طبعا اللعبة لا تهيل فيها ثلاث القتال بس في شخصيتي هيلون وعندك حركات اللي هي طلع الهيل من الهيل هذي الوحيد اللي ما غيرتها من حركات غيرت وجه الحركات اللي تسحب الخيط ويتطلع لك هيل هيل او ايتمات فيها خمسة عوشين سامن يونيك يعني كلها لها رسم وشخصيات كاتسين وهذا والخمسة بعين باجه هذي خم طب ربوع بس في اقوى في اضاف لي اشكالهم عرفت كلهم شدوا تقريبا ونفس الشي اوكي تنصح يعني حق الداس اللهم مقاقل اذا بتنطل فوق العشر ساعات عشان تصير اللعبة لان انا شفت الفايت من البدايات شوف المتطور شوف المتطور يعني شون تبيني تحمل هذا كله عشر ساعات مشوية ترى تمر بسرعة عشر ساعات اذا انا مبالعها انا انصح الناس اللعبونها بالياباني انا فضل العباء الصوت الاباني قصلك صوت البريطاني ملايق وات قطات ماسحينها مثلا في شخصية اوهو بالياباني الريال اي شخصية هذي واحد من فلانات اللي عنده السامن الناري اوكي اوهو بالياباني الريال بس انه كثرة شكله بنيه اللينجازي ما نفع يخلون الريال اوهو شكله مصح اوهو شكله مصح اوهو شكله وفيه قطات مثلا عن اناميات لا تطلع بالنجليزي بس تدري عاد ال اكسطر بريطاني حلو بس بوقت الحماس اي مو حلو اوهو شكله اولبرتوست وايد محترم لنذهب اوهو الياباني حماسي اكثر اوهو اناميشينات تحس انمي باقة انزل المهم بس شوف اذي نصيحتي حق المشتريه اللي بيلعبت اني اثن ار بي جي عادية كاجول لا ياخذه لان هذه لا تستثمر وعد من وقتك شان تتصر معاك حلوة نزل لا 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 تقول تستثمر هذه لازم عشر ساع تضيعها عشان تستثمر نبس في واحد يقرأ كتاب لما انا مو انا فيه ناس يقول لك لما اشوف واحد يقرأ كتاب احس يطيع وكتب رواية بس اذا تدري كتاب مو حلو لأول فترا لا 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 كتاب مو حلوة اول فترى باه ناسية احنا شوف انا مو عن شاي انا اقع شوف اتلعبها انا اول شيء صحيحة اشتركوا في القناة 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 The New Colossus اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة lsd اشتركوا اشتركوا في القناة هل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 والحركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي حتى لو قاله طلال ما اقتنعته في شي واحد لازم تشتروا لعبة عشانه في شامبازي راسه قطب هذا الكائن لازم تشوفه نفس هاف بير هاف هيومن هاف بيك صج صج هذا شاذي مقصوصه راسه وبركبين راس قطب عليه هم سوين تجارب عليهم فهو يعني تصرفات قطب سيناه انطت نفس شاذي يعني تكفى معلومة ما يخالف بره الجسمة سووا عملية ونجحت على توقع غوريلا شالوا راس غوريلا وركبوه مرة ثانية صج صج هذي سووه ونجحت وفي واحد الحين تبرع انه يسوون للعملية شنون راسه يركبون على راسه لا هذا هوا 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 هاي خلاص الروسي الروسي هوا خافت خافت هو مسكين اصلا هو مواتي بس هوا 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 هنجحت عملية انا تابع شي اسمه ويكلي ويرد نيوز وهذا موضوع كي موضوع حق لتافت هون هون هو كانت حالته أصلا معطينا وقت بعد فترة راح تموت بعد فترة هو حالته وايد صعب جسم كله كان مشلول فقال مو خسرا شي ليش هون ما تجي على العموم عادة أنا أفكر سونا شي بدايس يقصونها يحطونها بثسنا دايسي شي لوري حطونها شوف تعيي بس اللي يحب ألعاب الشوتينج وإذا تحب القصة بعد سنجل بلاير اللعبة ممتازة لك وإن شاء الله لما أخلصها أعطيك رأيي النهائي فاصل عندك شي ثاني لها كذا DLC ودلسي يعود يسوي أنا عادة ما أحب يشتري DLC بس نشد عادة DLC اللعبة هذي وشفت الروفيو مالا وائد يسوي المهم فاصل إن شاء الله أنا واصل ونرجع لكم ورجعنا لكم الحين مرة ثانية في هذه الحلقة حلقة رقم 74 من بودكاستكم وفيديوكاستكم الأسبوع يجي كاس ونذكركم بأنفسنا معاكم أخكم طلال عبدالله بيكلز يو وفرحان يو يو ماجد العيدي يا او من فيها الحين دعشاني من أخر أخبار أو أبرز أخبار الأسبوع رح ندح أول شي بلاي ستيشن كالعادة بلايستيكرا واليدة لونها النابي على أحمر أحمر دموي تشري شوية وعليه نكشة سودة نزلت تاريخ 7-12 أوكي وبس على لون نسخة يابانية ما في أمريكية ولا ربية إلى حد الآن باعت أكثر من 33 ألف نسخة وأبيها بيعيد ميلادي فرحاً هدية متى عيد ميلاديك؟ شهر ثلاثة بعيد زين أنا قرب متى؟ أنا واحد تسعة بعيد بعيد المهم اللعبة الثانية تعفوز السيديو اسمه Supermassive Games اللي مسوين لعبة Until Dawn Supermassive Black Hole لا هذي كرنية ما تميوز احس 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 كنت حبهم احس 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 Supermassive Games اللي مسوين لعبة Until Dawn حلو اعطونا اللعبة هذي عرفت اللي لعبناها بالتليفون بلاي لينك شاسمها الجريمة ايه هدنة جندة هدنة جندة اهما نفسه من حين نسوين اللعبة نقالها The Inpatient لعبة رعب نفسي هم بالتليفون VR ممثل أوكلوس شفتها هنا شفتها بأوكلوس اللعبة تقوم من نوع انت مستشفى غريب هو مو أوكلوس بلاي سيشن VR حصري صحي ايه انا شايفها بVR يقول لك انه لازم تلعبها وسمه هدست وفي خاصية 3D لانه هالأشياء هي اللي انت رح تحتاجها عشا تدخلك جو اللعبة ولا ما منها فائدة انا من بعد ثاني حلقة مالت Black Mirror ما راح تعقد ما راح لعب VR ايه قالوا قالوا ان اللعبة تعتمت على العزلة تماما ان ما راح تحس بحد يملك لعب بروحك لح حدي يأذيك باللعب يلا العرب بدوانية شو هلك دبر رعب تكترالقات تش تش ما لدعي نرنالة اللعبة راح تزل شهر اليال 23 واحد 4D حلو هذي من الالعاب اللي تحسنها هاي كولتي حق VR مفرد تأخذونها المهم الأكس بوكس عرفتها اوكي الدكتور ها بشكل شافه الدكتور لما مثل غير بالنظارات ايه لك راح هاني عبالي ايه 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 زيد الاكس بوكس بوب جي بعت اكثر من مليون نسخة بأول يومين بأول 48 ساعة وايد 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 زيد 60 دولار ايه 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 اكس بوكس هاد الفل هاد المستوى الهابط هاد الفل لا 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 زيد لا يا شباب الاكس بوكس فل ريليس سبع فريمات و الاسبوع هاد رح ينزل فل ريليس باللبي سي انزلت قبل البي سي زين كان فيها مشاكل اول ما زيد مشاكل حتى الاكس بوكس 1x الفريم رايت 20 مو كان فيها مشاكل 20 لاحن فيها مشاكل مو بس شي دا ايه ايه يعني مالتلكو سوكاو التعباني فعشان تشيدي اعلنت مايكروسوفت انه يحتفلون بهذا الرقم الكبير قالوا اي واحد يشتري الاكس بوكس 1x من ستور مايكروسوفت الرسمي المحلات اللي موجودة بامريكا او حتى من ستور مايكروسوفت الالاين يشتري الاكس بوكس 1x يعطونا بوتشر او خنقل كوبون ينزل لعبة بوب جي ببلاش كيف انا انهي ابي اتكلم نقطة ان انا قبل اشهر او حتى كملة السنة كانت تقول الاكس بوكس لما قيسوه مع ارقام غريزة فور وهلو قال احنا الارقام ما تهمنا احنا لما هذي باعت مجان بيوم ارقام صارت تهمهم بيحتفلون فيها ارقام ما تهمهم ارقام ما تهمنا الرقم هذا كان المفروض يبونه مع اش سمه اللعبة كبهد كبهد استيم يابت مليون استيم يابت تتوقع وايد كبهد ببعقتها استيم وثلاثين هي عدت المليون ايه انا عشان ان شري جيد اقلتها من قبل الحين لانة هاذي بوب جي نزيلت على الاكس بوكس قبل بي سي ولوني بي سي كانت مجددا زين يابت مبيعات خيالية والاكس بوكس قام صوقه فمفوضة تعملون من هذا ونزلون الكنسول غير عن البي سي ها ينفجون الويندوز 10 مع الكنسول دعونا نحتفلوا إياهم يا أخي اشتروا على الأكس بوكس وانا عندي إياها الأكس بوكس شوفوا في أكس بوكس موجودة ما رأي أقول لك تعال فيه كروس بلايسة بينما بينك اللي يحصل الأكس بوكس هو يأخذه ويشتري اللعبة علف العافية الله يعافك لا أنا ترى من كذب حبيتنا نصج بيالعبه بجي بسا بيالعب معنم مع الحوش ملوتي يعني تلعب إياه كل آيتمات ما يعطيك ولا آيتم عندي الموضوع تذبح وتاخد نفس البرج انت بعد من رأي تنزع على سوني ما في أعلان سوني حاليا حصرية يمكن مؤقتة على الأكس بوكس ترى ما كتبه ولا قالوا أولا 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 أتوقع أتوقعي بالهجم شهر على ما تنزع على سوني تخيل بأول يوم سوني تبيع ساث ميناين أنا سوني تحتفل تحتفل عدل عطلان ساث بارك هذي ما تكابل كامل لا بس ترى يا جماعة أنا شفت على توسطة حلوة لقرافك مع الفرايم رايت تخلى شوف صلاح أدري شوية بعيد عن الموضوع هذا أنا في شيء يضحكني كنت لازم أشوفك أقولك إياه آخر حلقة من ساث بارك أسر 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 أخيط إن شاسمه دان تراب يروح ساث بارك ومن يساعدونا عائلة اسمها دا وايت حلو؟ نزيل نروح حق نتندو عندهم لعبة بوكيمون كريستل اللي نازل على الجيم باي كيلور تذكرونها اللي هي من نفس الجنريشن الثانية اتوقع إذا ما خاطب ظني نزيل راح تنزل بالإي شوب هو هو بي تفاير و كريستل كريستل مو بعد غولد و سيلفر عفا صح 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 غولد و سيلفر نزيل راح تتوفر في الإي شوب الخاص مع الجهاز الثري دي أس نزيل الزومي الثري دي أسر أسمحي تاريخ 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 ستة وعشرين واحد 2018 شهر الياي و يقول لك فيه خاصية أن تقدر تشبكها بالبوكيمون بانك حق الناس اللي هاوين الحين بوكيمون يلعبون حتى تحاولهم تحاولهم حق أجزاء ثانية أنا عندي ثري دي أس الغديمة ثري دي أس والله ودي أشتري لديها بالله العظيم ماذا إليش للجهاز زين الخبري أنا ما لا داعي لا داعي والله أنا جهاز ثري دي أس لو بوكيموني بعت عشر ملايين جهاز نتندو سويتش في ظرف أو خلال تسعة تشهر و كم يوم عندنا زين وهذا للعلم التاركت الأولي للشركة قبل أن ينزل الجهاز خلال سنة وبعدين رفعوا التاركت مالهم لي ثمانتعاش مليون ثمانتعاش مليون وأتوقع ما رح يبون ثمانتعاش مليون بس رح يبون خمسة عشر من هنا سنة المالية شهر ثلاثة يبين يبين رح يتيح رتب للناي في بيانته الحين في بعض أشياء ثانية هذا عقوب سنة من ريليس رح تنزل بيانته بيانته أشهر ثلاثة زين الأول الثاني أنا أقول لك ليش الرتم ما طح على قولتك أو الليقاء ما طح بيطيحي لا تدليش ريجي قال إحنا مو مهتمين نسوي خصومات بكريسمس إحنا مهتمين نبيلحق الطلبات اللي علينا يبون يوفرون أجهزة كثرة ما يجبون خليك من فرات زين خليك من فرات خليك من فرات المهم نهاية الثنائش رح يكون في دايريكت هذا دايريكت يا أنه خليك ماشي الرتم تذكر دايريكت الثنائش زين اسمع اسمع فرحان نهاية الثنائش انت قاعد تقول عن شيطان لا تاخذوني فرحان اللي قاعد تحتي عنه زلدة مبيعات ماريو مبيعات مستحيل في لعبة راح ترى زينو بلايد باعت باو اسبوع نص ميون نسخة في يابان عمونا باسمعريو لا لكن اعتقد على الجيزين اللعبة قوية بايعي من اليون واك، ما قدع اللعبة لعبة أقوية بس عطني اللعبة اللي راح تضرب يخش هاتش يقول لك أنت شهر واحد وثنين وثلاث في ودة اعلانات راح كون اعلانات لا في الألعاب راح تصدر شهر واحد وثنين وثلاثة احن ما نعرفها سماس راحت تنزل شهر واحد احتاج إلى أنت شهر واحد انا اشتري 7 جزة اي اي اتوك راقة اشتر يقول لك الحلان ارمز تارى فيه اوب ديت رح ينزل خلال هذا الشهر اللي هو برجن فايف اوب ديت الخامس ولمحه حق شخصية يديدة لونها اخضر ويهي يشبه سبرينج فان نزيل قوته تختفي قوته تختفي وتقايش البوس الاخير من اللعبة ماكس براس يقول لك هذي الشخصيه اللي حين مجهوله playable ايه رح تكون شخصيه يديدة نفس Overwatch ايه هما كل شهرين او كل شهرين نزون شخصيه مع مرحلة يديدة احين صرت انت ماثر او لاحين لا شقيت وصلت ماثر او لاحين وصلت ماثر او لاحين ونطقت طق انزلت حق جالكسي انتقذت ماثر انتقذت ماثر ماري برزلس رابتس اللي سويه بيه حق game capture game capture ماري برزلس رابتس ماري برزلس رابتس رابتس وشيسمه وفي لعبة بذكرها في لعبة اندي ناس يسمها بس تهوها ناس هو وعد قويه ايام ستيم ايام ستيم سلين اسلام المفوضة اقولها ايام شيسمه ايام شيسمه ايام شيسمه في لعبة موانات الاسبايس شب اربع لعبين الدائرة صح؟ اللي كل واحد يروح من مركز اللي طيق واللي يتحرك هاي نازل على البيسي مجودة 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 على سويس سويس؟ ايام ايام قبل الفتر سوالفت عنها انت ينينة سوالفت عنها بالبودكاست خاصة دا واحد غلطة غبية الحلول فيها انه كل واحد لازم ياخذ دور واحد يطيق واحد يحرك واحد يسوق السيارة واحد شيلد واحد يسوق السيارة واحد واحد ويسوق السيارة فرضا اللي اللي تعبان يقدر واحد اي واحد يروح يطيق يشلع من الكرسي وهو ياخذ ايام شيء يطيق ايام هذا يوخر ما يعطي سوبورت لا يطيق ايام كان حلوة خل روح الطرف الثالث عندنا سكوير اينكس شنو خبر حلو توا اثنك ايام انطر انطر ايام ايام حق الفايت اخر صفحة لا لا الفايت ترى انا لما تشوفني ادش نهاية سكوير اينكس اقولك يلا اوكي يلا بسرعة سكوير اينكس في افنت ساير اسمه ايام 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 اعلنوا سكوير اينكس عن موعد البيتة الابن بيتة حق لعبة دي سيديا فالفانتسي انتي لعبة الفايت ايام اللي مهتمي بيلعب البيتة مال هذي لعبة هي لش بيتة هي فول فيرجة موجودة بالاركيد لش بيتة حق الكونسل اوكي على ثلاث فترات رح يكون في هذا الشهر عندك ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين اثنعش وثلاثين اثنعش وواحد ثلاثين اثنعش وستة واحد وسبعة واحد 2018 هذي ثلاث فترات رح تلعبون حدكم بس خمس ساعات باليوم كل يوم من هذي الايام من الساعة اثنعش كل شخصيات ما ادري من الساعة اثنعش الظهر ليس الساعة خمس المغرب توقيت الكويت توقيت الكويت اه توقيت زين والله اه دوام اعز الدوام انزيل اه يقولك يملك لعب ساعة نالا في ويكند مرة السنة اللي هو سبت احد عرفت تقدر تلعب اه لا حد ما اعطونا اجاز المهم وحطوا ترايلر يديد حق القصة وحطوا بوس فايت ضد افرت ان انت و كم واحد تضقون افرت عرفت فهذا كان شي وايد اه هم من سكويل انكس في باتش يديد حق فانل فانتسي 14 في وايد الناس انا لاحظ مهتمين عندنا في فانل فانتسي 14 في باتش اوال 4.2 اسمه رايز اوف نيو سن رح يضيفون بقول ع السريق رح يضيفون مهمات يديده حق القصة سايد ميشنز رح يدنجينين واحد ينقله هلسلد و الهارد مود مال دنج اسمه فراكتل كنتونيوم و ترايل يديد اللي هو دشت باري بوس واحد باسم The jade The jade stua اللي تقاتل فيه فورلود اللي اسمه باياكو اللي هو يشابه دور مارتش مال زينو بلايد ها يهد غص يسمى ها يهد دور مارتش اعرات النمر النمر هو فاينال في الترايل اللي يديد او البوس فايت اللي يديد رح تباري واحد يشبه يقولك ترى نوت دور مارتش مال زينو بلايد يشبهه حل مؤدد دور مارتش حل مؤدد روش واحدة لا 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 تكلف بإحترام مطادعي رايت دي ديد اسمه اميغا سيغما سكيب نورمال و سيفج مود بلنس يديد حق ال DPS مع البلاك ميج والوريور خريطة يديدة بي 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 اسمه Crystal Tower Training Ground تعديل نظام الاقلمر اقول لي هو تعدل الملابس و تغير شكل السلاح تعديل بالجنطة الجنطة الجنطة يقول لك الاستاك الواحد قبل تسعة وتسعين حده ايه احين تسعين وتسعين وتسعين يشير الواحد اوه و سووا جنطة خاصة حق الشوكوب و مالك يشير سبعين ايتم زيادة حق الماونت ايه تعديلات عالهاوسينج البيت و تعديلات البيت UI يديد حق بعض الابتشنز و غيره من هذه الامور و وفروا عقارات يديدة المفروض كل فترة هما عندهم مشكلة عقار و في بعد فان فستغل مع الفانتسي 14 المهرجان معهم اللي احمد رايان راح له يقوب بريطاني الحين اعلنوا متى مواعيد مع الموسم 2018-2019 اول اول افنت راح يكون فان فستغل راح يكون بلاس فيغاس عشر لا ما راح تقدر يمكن والله يمكن تاريخ 16 و 17 نوفمبر 2018 الله سن اليايا ايه سن اليايا ايه ايه وبعدين باريس راح يصير يومين باريس بداية 2019 و اخر افنت راح يكون باليابان مو العبدالي شو اخر تخيل اخر عبدالي عبدالي و اخر افنت باليابان راح يكون تاريخ 23 و 24 مارس 2019 للعلم كل فان فستغل يعلون عن شخصيات يديدة يعلون عن مثلا اخ نقول مرات اكسبانشن يديد اه بتات يديد لا 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 فرحان اسم الافنت فاني فانتسي 14 فان فستغل كيف يصغل افنت 14 ايه ايه 5 فانتسي ايه اعلان موعد اصدار Dragon Quest Builder على السويتش واحد ثلاثة في اليابان ما اجرت ايه 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 و ايه بداية فبراير واحد فبراير 2018 و اعلانون عن موعد اصدار الغربي حقها ايه او دنس فير او دنس فير موسيقى 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 شارت نين؟ ما أدري ما تبضي ايه شارت نين خمسة عشر نين ايه هادي خوش لاب لا ما رح تنزل اللي نازل القديمة القديمة حتى الفوكس أكتنج مالها وايد هلو نزيل خبر ثاني حق سكوير يونيكس السي او مال سكوير يونيكس مدير التنفيذي يوس كي ماتسودا قالوا ان الشركة لا الشركة رح تركز بتطوير سلسلة فال فانتسي بشكل كبير ويقول انا ناطر ومتحمس حق فانتسي 16 بلوس بلوس خمسة عشر كانت جبارة ايه امطر امطر اش معاني 16 وهم متحمس لها ايه ماذا يقول بايشوف شنو التيم مالي رح يسوي فانتسي 16 يقول لهم متبالين على 2110 ان شاء الله لا تنسك مميو عشر ها روليسين خمسين مميو عشر ها عيال عيال المطورين مخططين لهم من الحني شغلان يبون جهاز قوته 500 تيرا بايت باندينامكو باندينامكو شنو ما اعلنوا باندينامكو الرئيس المدير التنفيذي لستيديو ليفل 5 اللي هو هينو اكي هيرو هينو لما تقول حسنا انا عرفها بصحياتك ما اعرفه اكي هيرو هينو هو سي او مال ليفل 5 اعلن انه تأجيل لعبة اصمت زاعوي اصاب التأجيل لعبة نينو كوني 2 للعلم لما شفناها احنا بالديوانية بالستور لقينا تاريخ 36 يعني اللعبة فيها تأجيل بس ما يدرون متى بس يدرون انه قوارتر 1 اه سوري اندف قوارتر 1 اندف قوارتر 2 انا لاني متفاعد باللعبة وايد وعجبتني فاذا همين نزل لي منتج قوي فراح اصبر المشكلة انه شنو الحين متى اجلها بتاريخ انا قلت لو شهر 6 قلت ممتاز ما في شي بالصيف وتقعد تمزج عليها هذا اول تلميح بس قال انه رح تنزل بتاريخ 23 ثلاثة 2018 عز الوقت هذا رح تشوف ممكن احتمال قد افورد ديترويد وفي لعبة ثالثة اللي هي ردد ردمش انا ما توقع ديترويد ستنزل مع قد افورد سبرينج كل واحدة شهر لازلكم بينهم شهر لازلكم بينهم شهر كل واحدة منهم شهر يعني كل واحدة في شهر عرب وايد وايد اجلها ننزل للعام كانت المرفض تنزل شهر واحد يعني بس تأجل يعني 19 واحد من 19 واحد لي ثالثة ازاي عشان زيدون المتد قالوا السبب قالوا فيه مودات يديدة باللعبة وقال نبي نضبط هذي المودات فعشان شذي اجلنا اللعبة بس اوكي اجلها كم شهر مو تقريبا زلع لا شهر واحد لشهر ثلاثة احنا انترى نهايت لا مو تقريبا شهر واحد هي بتنزل ثلاثة وعشرين ثلاثة وحنا الحين شهر ثلاثة وحنا شهر ثلاثة وحنا شهر ثلاثة وهي بتنزل تسعة وعشرين واحد كانت المفروض بعد شهر اوكي انا مليستيبعتني شهر ستة لا قلتلك هي شهر ستة هذا اول شي لما كان فيه اعلان بس ما قالوا متى انه بالضبط بان داينامكو عندهم شغلة ثانية فيه انيميشن يديد مانجا مانجا بلشت ب 2015 اسمه بلاك كلوفر بلاك كلوفر بلاك كلوفر بلاك كلوفر اعلانوا عن اللعبة مقتبسة من الأنمي اليديد اللي بلش العرض ماله بشهر عشرة بلاك كلوفر كوارتت نايتز على بلاستيشن فورو البي سي رح ينزل في 2018 وهمن نسخة غربية رح تنزل وقالوا انه نظامه 4v4 اربعة ضد اربعة ماجيك اكشن شوتنج بس اربعة ضد اربعة تصويرها نفس نارته بان داينامكو هذا السائل البيسيك حق الفايت الكاجول وقالوا فيه بعد قصة ترى هذا شي ترى يمسوني انا شوفه ويد غير حق بان داينامكو ان الانيميشن اللي حما تأسس عدل والمانجا اللي حما كامل تيمت شابتر يكن متأملين فيه ايه ومع هذا بس يعني بليميشن شابتر هذا فيه عدد كبير من الشخصيات صح في شغلة ثانية انا ميشن يديد ترايلر يديد حقين تاما رنبل ايه 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 خلاص 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 بس يعني طريقة بان داينامكو ايه ايه النسخة اليابانية رح تنزل على بلاي ستيشن فور والبيتا السنة الياية والنسخة الاسيوية رح تنزل حصريا على الفور فقط مو مشكلة الاسيوية شلو الفرق بين الاسيوية اليابانية ترجمة انجليزية بس لأصوات يابانية ايه نحتاج الترجمة فرعا لأحد أفضل اناميشيناتك ليه هو وان بيس شفته حطوا الجيم بلاي حطوا الجيم بلاي او العرض الاول للاعبة وان بيس وورد سيكر اللي هي من نظام عالم مفتوح ثيرد بيرسن حصت هذا اللعبة السهلها وان بيس وشكلها اللعبة راقية ايه الحركات الحركات مرة تلوفي بس انت الحين السؤال تتوقع باركيديد انزع انا حطها بس تتوقع انا راح يكون ايشيرو اودغار راح تكون شاسمه يعني قصة خاصة خاصة حق اللعبة صاح مو مقدمة بالعالم راح خليها كانون يعني مرتبطة بالمانجا اه كانون يعني مرتبطة يعني شاهد فيلم اكس ايه شفت هذا الشخصية اكس نفسه الشخصية هادة محدثة وشنو صار بقصة حياته هذا كانون بس الفيلم مو كانون هو شي راح تكون داخل اللعبة لها علاقة اه يعني مو كانت شخصيات شخصيات معينة ايه ممكن تسمع شخصيات معينة ما تشوفها بللعبة للاعلم ان النسخة اليابانية راح تنزل حصرين على البلاي ستيشن فور بس اما النسخة الغربية راح تنزل على البلاي ستيشن فور اكس بوكس وون و بي سي كل النسخ هادة راح تنزل في عام 2018 ما حطوا موعد اصدار معين ترى مراجان جام فاسو مراجان بدا ينامك ايه انك اكثر عندهم سكشن بس خاص بألعاب الانمي فانا شفت الترايلر راح احلل طبعا احس اللي يحب السلسلة ويحب الانمي راح يشوف مثل هنتات راح يشوف اشياء فتخيل انت تتفاعل مع الاشياء اللي انت تحبها بالانميشن احس اللي يركض احس اللي يتحرر فهذا التصوير اللعب اللي قاعد يشوف الفيديو كاست الحين حاليا زلدي تخيل انت تطلق موسيقى ثيرت بيرسن اللي هو منظر الشخص الثالث او لا مصطلح ثاني يسمونه تصوير فوق الكتف فالموشن حلو تحسبه تعوب علي بس ناطر ابي اشوف شلون يتفاعل هذا قامو قامو يوفو يوفو ايه صج اسمه يوفو ايه ايه اوكي عند الهاكي لازم تشتريها قاعدة مصطجك اشاريها من الحين ماذا مثلا تنزم ما قاله 2018 بس ولا واحد ثلاث اثنائش يعني ما حطوا شي بالترايلر ترى ليحن ماشرن اقدر نقي شخصيات ثانية ايه هل فيه شخصيات ثانية ما حطوا فلنات يعني حركات حلوة ايه 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 ولكن شفتت شان نقول حق عبدالله فيه شخصية عطرة لونة بنفسجي لابس كوتس ود من هذا الهت لما قال لي هت شان نقول له أنا نقات على اسمه صراحة هت حل غبي بس يقول وقال إنه وورد دستروير أو شيء شديد لا 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 هذا بيروس هت من يونبرس ثاني هو أساسا من يونبرس ثاني يقدر يداشى ديمانشين يطلع من ديمانشين لأنه يسوي تامس كب تمام ما تحس بوجوده لأنه هو أشهر أساسا وبالترايلر نفسه سأحاول أشوف الشخصية بعد الفايت ستايل في شخصية ايه هو زامس بيروس الفايت ستايل بيروس الفايت ستايل وفي واحد بره يقول جيرن موجود دي أل سي رح ينزل خليقات ما نجلون طاطة جيرن جيرن لاحظوا شخصية اللي اسمها زامس 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 هم يزيدون ليو زامس هذا جوكا سيبورت حق جوكو ملو كان زامس ايه اوكي شلون ادروند ايتين سبنتين شاي زامس اصلا اوه قوي وعندنا سول كاليبر همين بدا ينامكو اعلنوا بتصريح صحفي قالوا ان تكفو تكفو لايحطون هابي ايه اخيرا ايه تكفو تدرينا مخسرات اوه انها ماتت اوه انت حركت عن ناس طبعا حير صراحة بحلقة متوى بس ويناس يبون يشوفون ايه اعتاد ايه مرس عن غادفادر ونهايته في واحد يقول ليش حركت ايه متروح تشوفه غادفادر 3 ايه غادفادر ايه غادفادر ايه غادفور غادفور المهم اخر شي حق بداينامكو قلنا صرحت حق مؤتمر صحفي عن سول كاليبر اليديدة سول كاليبر 6 قالوا ان الروستر الاساسي الشخصيات الاساسية رح ترد بالجزء السادس بالاضافة الى بعض الشخصيات اليديدة لا تكونوا واحد وشي شخصيات مميزة حق اكس بوكس ايه نفس ما سوه قبل تارفي تسريب نازم نانقاق ان في نسخة سويتش بس ان اللحية ما تعملون عنها في ناس طلعوا اخبار ان انكروا هذا الشي صحيح ايه انكروا اولا ما تنكر شي رسميا عادة انه هو موجود ايه بس هم نزلوا مرة على النيتندو ايه نزلوا وكان فيه لنك ايه فمو غريبين انا بكو ترى نزلوا اهم شي يديد هو ترايلر يديد حق كودفين 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 ترايلر ويد قوي وترى اللعب ويد متعدل ترايلر جيم بلاي وحطين عن الستوري فيه شخصيات يديدة وحطين الكارتينات الانميشن اللي مسوينا ستوديو اسبه اتصوبه وشي صلاح انا وقفت اشوف ترايلرات حق لعب هذي لان ابي اعلم انا اعتقدت اللعبة على شكل جيم بلاي ترى حين بعد تعديلات كلها مبينة بترايلرات تشوف الفرق لا لا احسن اللعبة زينة احسن اللعبة ويد زينة بطلق ايه اليوم اعني اتصوبه بطلق ايدي بطلق ايضان حين اليابان ايه بطلق ايدي بطلق ايدي بطلق ايدي بطلق ايضان يقولنا رح يعلوننا عن شخصي دي ده و رح تصير بكينجا فايتر انت قلت تشوف في وايد الناس قاعد تقول اه اش ما اش جنجفه و اقرعه هو الوحيد هو قاله و الناس قاعد هنتهتم و قاعد يطلعون كل الجوكرز بعالم اسنكي اللي في لعبة هذا كرمسون اللي في اثنين ضد بعض اللعبة اللي فيها كيمسويل جوكر و فيه لعبة ثانية انا من شفت قلت هذا اتوقع اوزولد ا Performance انا من الناس قاعد يتحدلون اوزولد شبيه مع الاكس اي لان ا اوهو روت و سوبر ي awesome joker و اسمه جوكر لانه wasp550 خatti ها والجينجفه وا veelift52 والجوكر 53 هنال لا اعرف رائع 55 55 اش منيو اش 1994 اش بني او اصباي لا اصباي اش 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 اضاف اش 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 اشتركوا في القناة بني مارو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلايز بلو كروس تاك باتل اعلنوا عن اربع شخصيات كلهم من بلايز بلو مكة بنانيا و ايرون تاقير مكة بنانيا و ايرون تاقر م Linux ES لا تعلم كيف ح nuanced پانو سينا للاعبة بلايز بلى السيشين 4 سيغا 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 اعلنوا عن تأجيل لعبتهم اللي هي هوكتوغو اللي هي لا هي كان المفروض شهر 2 اليابانية 22-22 الغربية ما اعلنوا غربية نهائيا راح تتأجل من 22 فبراير الى ثمانية مارس 2018 قال بس ان كواليتي اللعبة بس يتحسن و راح تنزل اليابانية الى حد الان ما اعلنوا عن لا لازم نلعبها شوي عندنا شواب بوشاكر وفيكتور وكل انا طلعت لاعب سعودي اسمه فولكن فولكن هذا اسم تركي اي بس هو من السعودية مدافع مدافع سعودي سعودي ارابيا فولكن سعودي بس اصلا اش اسمك تركي اصلا شكلا نهائيا مسعود كونامي حطوا عرض مفصل لطور السنجل بلاير والكوب تدري عاجبتني لو انسى كوجيما ورابع اصلا اصلا بل اصلا بك اصلا بحق تقريباً على البلايستاشن 4 والأكس بوكس 1 ترى هي فرونتير بس شاسمه راسي فورتنايت هذي بس على متلقير تقدر تلعب كوستات بس يكتر تحميشان بعدها تأقض شخصيات توديهم الباسمارك باس التطورة تيمع ريسورسز مش عالاً شلوان تطور وربع كيدش ترجمة نانسي تريد التطورير ترى متونتين ترى تقراض ترى ترى و راح يكتبون شو كذيب يتوب هذا جيب ساك لا 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 شوف خل من الفانس يعني اوكي انا انا بيك فان انا بيك فان والله العظيم لا لا اشوف انا بيك فان او كوجيما بالاخص بس ما يمنعي ذا اللعبة حلوة كاهم تلقر تونسنيك مو كوجيما سواها حلوة اللعبة تونسنيك والتلقيم كيوبي مو هو مو هو بس فيها علمت سديدة كل شي بس القصة نفسها شو نسوه غيروا 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 خيروا غيروا 180 درجة شوف انا هذا نفس اللعب نفس الشي شوف انا اقولكيها بطريقة شوية غيروا غيروا انت تقول مكبوس امي احسن مكبوس صح او مكبوس ام عبدالزيز عندها احسن مكبوس بس بعدها تجرب مكبوس امطلال ام عمر بس تجرب مكبوس امطلال تقولها ام عمر واحد او مثل اخبط هم حلو حرفت هذا حلو وهذا حلو بس اني ما في لفلات بعدها نجرب اكل ام هشام هاشم هشام غصب غصب وتقول احسن ديها يموتك الزود ابي مكبوس امطلال يا انت تكريدححح Camlon يا انت تبيي الحين مكبوس يعني انا مع غصب ا اههاام اههاام انا بمشبوس اههاام انا بامر يا권 واجع الاسرها ا او اسمر امل الح�ب اشتركوا في القناة اضافة لاست جيدي اصارت بالاشة لأنها وصلت بس 700000 نسخة وهم يبدون يطلعون اربعة يحتاجون على قلتات ملايين نسخة فكليش منها لا تدوى وحشين ان الرئيس الشركة قال هذا اللعبة ما راح تأثر على البوتوم لاين مال الشركة يعني اربعة شركة راح تأثر الواد البوتوم لاين مال الشركة ايه راح تشكر الستوديو تلتص? بس الاتفاد اليديدة ماس افكت سيكون كوزماتيك خذوا فكرة من الزرط صح لا تجبره يعني ايموس و ملابس في خبر عن أنثم من EA بايو وير ماس افكت او قاعد يشتغلوا على أنثم قالوا فيه احتمال رح يكون نسخة في ار حق أنثم لان اللعبة رح يكون من نظارة فيها ادعون حق فيه استيك تشكي هو البنزين خلاص والله في بس هذا برا الموضع فيه ناس من المتابعين من الجمهور يأخذ مقاطع تشدي و ينحلق عليه نفسه واحد الله يذكره بالخير صاد مقطع عرته هو 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 كثروا كثروا من المقاطع عادي كثروا منها ها 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 المهم ياريت الضبطونة كان مقطع نضبطكم بالتويتر الله سوير قاعد لكم ها ها نحطه بالبودكاست هو رح ينتج الموضوع رح أحطه بالحلقة الياية تي اتش كيو نوردك بط تباري وحش ناري دارك سايدر III ها ها موجود هنا صد هم بية اللعب للعب حسنا فوري purple Flore War موسيقى لكن خارج المظامر اعجب الإجراء موسيقى الضخطة انظر موسيقى موسيقى ما عالى موسيقى ألو قرر موضوع أريد أن أرى بلمونت بها القيم بلاي من هو؟ بلمونت كالكزافاني بالقيم بلاي او دارك سايدس لن تريده بلاكارد بلمونت هو البطل الأصلي فالقيم بلاي شكل حو بلمونت مع العيلة اللعبة أحداثها ستكون من أحداث الجزء الثاني الجزء الثاني شغال نعم جيد هم أربعة الصح 4 هورسمن War Death Fury المهم اللعبة ستنزل بتاريخ 2018 وفي شي حق ايدس ايدس يقولك في واحد بتويتر ايدس يسوي عندك لعبة هاتمان اي او انتراكتف هاتمان وتوم ريدر توم ريدر هم سوينا الاولية القديمة نينجا القديمة يقولك في واحد بتويتر او متضايق يقول انه في تصريح حق رئيس الستوديو اسمه ديفيد انفوسي قال ان فريق العمل رح يكثف جهوده على اساس يسوي ألمنت أو عناصر مالتي بلاير او مالتي بلاير اولاين فشنو ألعابهم الحين أشهر لعب عندهم دوس اكس دوس اكس معروفة بالسنجل بلاير اكتر شيء فطلع واحد يقول هو تضايق يقول محد قال ان الناس يبون يلعبون ألعاب سنجل بلاير بين قوسين اوفلاين ما نبي ألعاب فرد عليه رئيس الستوديو قال له من اللي قالك رح نستغني عن السنجل بلاير انزين وابي هذي المعلومة من اللي طلاحه قال احنا رح نطل ما رح ننكنسل السنجل بلاير تواحق الباطل ايه قال احنا نحب هذا شيء وهذا اساسنا بألعاب تدري لو انا الفان شارد علي حكم انت رئيس الستوديو لش داش تويتر شو كه تسوي انت انت رئيس الستوديو ش عندك داش تويتر غلط غلط رئيس امريكا تويتر هذا انسان فاضي ووفاضي تصويت فاضي سبع وعشرين ثلاثة سوري بس حبيت اقولك اجازت الاسنة لحدة اثنين عد بركة انا اجازت خبر جميع اشكرا فرحن قبل السافر اعطيك لا حد اثنين اجازت لا و بعد بعد رح تسافر يا الله انت اجازة يلي انا اشاك بموضوع دائما انه يوم عمل اجازتين اعطي نوم من زمان ما اخذوها الكويت اعطي في الخلف اليوم الرهد جميع دستيني دستيني قطاعنا صالنا فتح انزين معنى لا بندش الـ Expansion ما لهم ويد ويد حلوب في ستديي انقلة Iron Galaxy Iron Galaxy هذا اللي مسوي لعبة الفايت المعروفة حصرية الأكس بوكس اه اه Killer Instinct Killer Instinct انزين مع ستديي ثاني شغالين اسمه Maximum Games Ultra كومبو شغالين على لعبة اسمه Extinction من شايفه؟ Extinction Extinction انقراض اه انقراض تذكرون في اي 3 فيه تريلر Seashaded واحد يباري عمالقة ويطق بسرعة اي 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 اوك 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 حلو 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 هي هي هذي كاتب أنا مايليش عباليوبيسوفت لا 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 تلتنين في وعنده نفسه Orcs مادري اهو على Orc اي هذا هو Orc تلتنين في وعنده اسمها شيخاني ما ادي دا اهي اهي نفسه مكثير قالبو هم هي رح تنزل في بداية السن الياية على البلاي ستيشن فور اكس بوكس وون والبي سي وحطوا بي قوسين ترى اللعبة ما فيها مايكرو ترانكشن هذي الحين سلو بيدين الحين ترند صاير ان تتكلم فيه هي عمالقة او البطل يباري عمالقة تكلم المنتج المنفذ اللي هو نيل عن دروع والتكتيك قال ان البطل لما يباري العمالقة مو يطقم تذي مو يطقم عادي لازم يطق الارمرات مثلا الشاتف وهذا فيه مثلا ارمر اللي هو شوك الشوك هذا ما تقدر تطقه مني والطريج لازم هو يطق نفسه يعني انت تتهوش لا يطق نفسه عشان يكسر درع من نفسه فيه ارمرات لا بسيف تقدر تطقهم فيه ارمرات لا لازم تستخدم نفس ماجيكات تطقها على اساس تنكسر فيه افكار فيه حركات يعني مو كل اوك نفس الشيك هتزويلا حطه عرض حلو مفصل هاسا ادقى التعورة عاطفين شي تسبه وبولوينج ديش فيسبك ماله ادخرب فوكسي فوكسي ايه خروا حق الحيل الشركات اللي هي خنقول مو شركات الكوية او استوديوات المستقلة مثل عندنا امج انفورم فرحان اللي يمسوين ستيم وورد لعبتك اللي تحبها هايست ايه مو الثاني هايست هي ستيم وورد ديج الاولى بعدين هايست تحييه حق رايان الرئيس استوديو امج انفورم يقول لك انه راح يصدرون النسخة اسمه الالتبت اديشن مو الشركات اللي هيست تاريخ ثماني عشرين اتناش أه لاحظة لازم تشيتي بيديو حق براين حق توية تومي ها براين هاي عماريو هل تتذكرتني؟ هل تتذكرتني؟ تتذكرتني؟ لا تتذكر هذا الفكرة على هذا الخبر الفكرة على هذا الخبر اللي طافتها اللعبة يروح يشتريها ويلعبها ان اللعبة جدا جميلة ستيمورد هايست انتمت اديشن على السويتش جميلة والله العظيم في سايونيكس اللي هو ملوات راكت ليك الفيزيكال ريليس حق راكت ليك على السويتش رح ينزل 17 واحد إذا محتمين بالفيزيكال ريليس قيمتها 40 دولار أعلى 10 دولارات من نسخ تحديد المشكلة لأنه يقولك تكلفة الكاتريج ليس بس شيء ترهمي ريحطون كل الدلسيات فيها اي فيها كل الدلسيات حتى هذي سيارة فلاش فيها نزير غير مالت ماري والويجي الإكسكلوسيف والسامة سارا المحتمين على العب التليفون ترى في لعبة يو يو هاكوشو يابانية ربي جي قالوا احتمال بتنزل غربية ينزل الانيميشن الحلقة أوبس بشل قديم أصلاً تاديشن النظام مالت التليفون خمسة ضد خمسة ربي جي شوف انا قوك محب اسهل شي حق ناس و اخر شي اعلنوا شخصية يديدة في لعبة شنمو ثري يو سيزوكي اعلن و اعلن تعاونه مع ستديو اسمه لكشايا ديجتال من اسمه شتحس؟ ها؟ ها؟ ستديو هندي انزل يبي ارخص شي قال شنو سوى اوتسورسك حي الكاركتر اسيتس اللي هما يسوين ديزايل الكاركترات هذا اعطوهم لحظة 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 من هو رئيس جوجل ايام تشندرا من رئيس جوجل؟ من هو رئيس جوجل؟ صار امريكي اه بطيل اخر شي عندنا ترى مبيعات شهر 11 شفنا ان المبيعات زادت وقارنتها في السنة اللي طافت 30% من ناحية هارد وير وصفت وير بسحك سوني و سويتش و اكسوكس لا انطر الحين اقولك في عندهم شغلة يقولك اكثر جهاز مبيعا بالكمية بلاي ستيشن فور اكثر جهاز مبيعا بالفلوس اكس بوكس وون اكس اكس بوكس باع كفلوس ببجي لانه اغلى اتوقع من ببجي مبيعات الالعاب يقولك بالترتيب عندنا من المركز العاشر بوكيمون بوكيمون ألترا سن هذا وين؟ بامريكا بوكيمون ألترا سن وراء دستيني 2 الثامن نيت فور سبيد بايباك السابع فيفا 18 السادس سوبر ماري اوديسي الخامس مادن انفل 18 الامريكان وعندنا الرابع امريكان الثالث ستار وورز باتل فرونت 2 امريكان والاول هذا شي طبيعي طبعا ان الفيلم الثاني اكثر اكبر افتتاح في تاريخ السينما اي واحد ده هو دلاس جادي منه الجادي بسرع عادي قصة قديمة عادي قصة بين القصص نزيل ناخد بريك نروح حق احباطات السنة شنو كان في اشرايك انا شوف اشرايك طلل هالمرة عشان نعطي المستمعين حقهم او السوري للمتابعين نقول رايهم لا خلي نقول احنا راينا بعده لان اذا قالوا رايهم بعده اي نس شيء نس شيء فما عطينا راينا بالموضوع راح نقول رايهم ما راح نطوقهم ان شاء الله اذهب ورجعنا لكم الحين بعد الفاصل الثاني من هذه الحلقة حلقة 174 من بودكاستكم اسبوعي اي جي كاست يعني الجمهور العودة يشبقنا للأفتار نريد أن اجد 거는 أرد اهم اي جي كاست اه اه اذكرنا لكم موضوع احمد عالم الفيديو غيمز في عام 2017 سواء كان ألعاب نزلت، إعلانات كنتوا ناطرين أما أطلعت، ناطرين شيء معين، أي شيء محبط يخص عالم الفيديو جيمز هو موضوعنا لهذا الحلقة طبعاً فيه سؤال أنا بيوجهه، قاعد ألاحظ في بعض الناس يقول إحنا نكتب الكومنت بالهاشتاق وبعدين ما يطلع من ضمن لستة الهاشتاقات أنا بيعرف هل المشكلة هذه وايد موجودة حق المتابعين ولا لا؟ إذا موجودة وايدة عشان نبحث فيها أكثر يعني أنتم السبعة كلموا بعض وشوفه في كومنت كان موجود واختفى ويانا الحلقة اللي طافت، تذكره الفيديو، ايه اختفى فجأة شري، فأنا بنعرف إن الوضع أوكي ولا لا، وبس ومنوح أبي بيبلش بالموضوع لهو أحباطات عالم الفيديو جيمز، بعدين رح نأخذ المشاركات فرحان، كابكم، هي كل الأحباط؟ كابكم، 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 هذا التوب لاين، شنو الشركة؟ الشركة، ايه، تفضل، ليش؟ ما في علام رزن تيفل تو، لحين؟ حلو، كيف، 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 سيخلكم؟ وياما كلام مننا قالوا جهز دبل ميك راي ديد، أخي شي، يعني، أصوم، أصوم، أفطر على بصلاة، يعني، حلو، أنا بس تشرق لت عشان بعلق علي، كنت أكمل؟ رزن تيفل تو ما قول عنها ولا شي، اللعبة صالها فوق سنتين، خلص، حلو، الثانية شنو؟ والثانية إن دبل ميك راي جز يديد، وأخر شي، يقول لنا حتى مو، هي نفسها مات بلاي سيش ري، اللي هي الـ HD، حلو، انزلت على البلاي سيشن فور، معنا هي اللعبة حلو، بس خلاص مني، شمارة بألعبها، هل تخص قرار بلاي سيش؟ هذا، 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 بروحة كافية يعني، يسمي، ويدح، أحباط، 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 حيل، رزن تيفل توصج، أنا أتفق إياك إنه أنا حاطة من ضمن الإحباطات إنه ما شفت شي عنها نهائياً هذة السنة، أي، بلا شي، أنزل، كنت أتوقعنا إنه عبونا عنها أي شي، بس ما كنتم، دي أم سي دبل ميك راي، كافكم ما قالت إنه شي يديد، أي، ما قالت ولا شي عنا، أصلاً، كل الإشاعات طلعت إنه شي يديد، كافكم ما صرحت شي، تعال، ما تتعلم؟ أصلاً، أصلاً، لا، كافكم، السنة اللي طافت، قالوا فيه شي يديد حق دبل ميك راي، وقالوا تليفون، السنة اللي طافت، 2016، هذه السنة، ما يا بطاري، كل الناس اللي هوما بالسوشال ميديا اللي يقولون، فيه شي يديد دبل ميك راي، راح نشوفه، فيه شي يديد، أوكي، ولا شي، ترى هو دي ريميك، عرفت يعني، بس في واحد كان يطلع هاي، بس ممكن فيه شي تاني، بس هو ما قالوا، الحين بلاكا، كودي، ما اسمه ساكورا ما اسمه؟ السيزن، 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 الديد راح نزل بداية السنالية، فهم شغالين صح، كابكم، أنا ما ألومها كامل، كابكم بالعاكس شغالة صح، عندك ريزين تيبل سيفن، دي أسيات حلوة، اللعبة جميلة، مارفوس، كابكم، انفنت اللعبة كجيم بلاي، ممتازة، نزين، فشي واحد، أنا أشوفه عند كابكم، كابكم هالسنة، اعلنت لي بوستر هنتر ورد، ما حد توقع نتنزل كونسل، يعني حتى انترا كابكم، عندها مشكلة كابكم، يعني شوف كابكم قاعد تنزل، شفت العاب اللي هي مات بلاي سيشن 2، اللي تنزل بلاي سيشن 4، يعني منزلين كود فيرونيكا مات بلاي سيشن 2، زي نزل أجليل مات بلاي سيش 3، هذي اوكي، تأفهم، يعني في، هذي شيء ثانوي فرحان، الشيء الرئيسي، أنا حسن، لديكم ألعاب، نزل أونيموشا مات سوني 2، خلص، لا، 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 شكلها إذا موستر هنتر يابت فلوس، ذيك الساعة يمكن كابكم تنقش، تدري، في شغلة خللي، أنا ليش قاعد غام، ليش قاعد تنبط شبدي، أنا حين أحبا سنكي، أعترف أنها سنكي، شركة ولا ببيتها، تدري، شكاعد تنزل ألعاب، صج والله، مو عن شي، ألعاب بلاي سيشن 4، هي بلاي سيشن 2، نزلت فوق 7، ثمانة ألعاب، وقوية معناتها يعني، كينغ الفايتر، لاس البلايد، مارك رف ذولف، في ألعاب، الفانس، يابونها، كانوا قاعد نزلون على الفانس، نفسها ما تطورت، لا يوجد نطورها، هذا، وش قاعد أقول لك، نزل هان، لا، خطتهم غير كافة، فرحان، يابون يوفرون، هذا توفير، أنت أراضي، مو قاعد تتعب، كنترول A، كنترول Z، كنترول V، لا، يتراوالك، لا، لأن أرزلوشن نفسه يكون صغير، حتى لا أرزلوشن نفسه، عندك الأنجل غير، لا تشتغل، لا تشتغل، لا تشتغل، لا تشتغل، لا تشتغل، لا تشتغل، لا، بس هذا مو، أدري، 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 تدري أن بلاي ستيشن، تأخذ نسبة من مبيعات اللعبة، هذا واحد، فإذا تعبت مثلا على كابكوم، أي لعبة من الألعاب القديمة، كوت بورانيكا، وسويتها HD، ولا رزلوشن، صرفها تفلوس، صح؟ يمكن مبيعات اللي رحتي، ما رح تغطي، لأن هم من بلاي ستيشن، تأخذ نسبة من المبيعات، ومو نشي ترى هم ستيشن، كل أبدأت صرح للعبة، بفلوس، ما بلاش لأبدأت، غالب، وأتوقع كابكوم هي، ما تنزل هذه الأشياء، ما تبي تخسر الفانس، يمكن الفانس يتحبطون، ليش تنزلي، ليس اللعبة، كابكوم، ليش ما سويتلي أجلي، ليش موري ماصر، بس سجل كابكوم لحكي على عمرك، لا صيرين حالك، من حالة سنكي، لا لا لا، ملحقة على عمرها وخاص، عندها تايتر، لا لا، مو بس عندها كينغ فايتر، عندها تايترات واي، الحين، عندك ماصر هنتر، عندك، شي سمونا، ستريت فايتر، لِن أ評 visionary لذلك، هناك شي غير كوبكوم؟ لا أعرفそうですね. شكراً، لا أعتبر ذلك، ماجد؟ اشتركوا في القناة لا انا يغيرون اسم Game Award سمونا ذا زلدة انا بشوف شنو الاثنين اثنانين اللي محفظ احسن تايراك شنو احسن ساونتراك لا لا بس لحظة خينكونا واقعين دايركشن ممكن ها بس ساونتراك والله صد صد خينكونا واقعين عندك برسونة كبهد شنو بعد ماريو ايه وشي سبع نير وتهبي زلدة تاخذها ساونتراك مناسب حق اللعبة هادا همشي هاداك أه هاي ت passage هوهه مدف그�ו سامتراكات تقدر تسمعها باللعبة وتحمسك وتقدر تسمعها برّ اللعبة على عادي ياه المهم مناسب هي ممللّ ماريو تقدر تسمعها عادي وتسمعها باللعبة على عادي انا ما اسمعاعه م teenagers ها له التفكر李 لا 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 ترى اصدقى انا كده شفت شدي مفروض شدي شلو مفروض شدي خلاص وجهة نظر وجهة نظر لا تناخشة والله انا كانت عندي هذي تكون البرفكت ان الخمسة جواز الكبرى حق زلدة افهم بالتحديد ممكن في ناس تتفقوا اياك بالاخراج ولكن انا عارضك جدا في الساونتراك لا ساونتراك حلو بس ولكن مايقايش اوكي بس نصدقى انا اوكي انا اتفقى بس ناحية الساونتراك انا اشوف كده لعبه احسن من نير يا اخوة من نير منو كبهد مثلا كبهد انا كده اتوقع تكون ان اوقع اياك كبهد انا اتوقعت انا كبهد مطلع لستنا اللي توقعاتنا انا اياك شنو يحن قبل اي هنزين عندك بعد احباط ثاني هنزين مدام اللي يتفكر عبدالله هرايزين شتعوى انا اللي ما احبها هرايزين ماخيت ولا جائزة هرايزين ماخيت ولا جائزة ترى لسه كانت صعبة صح انا قولك صح بس كانت على اقل تستاهل واحدة على الاقل اخراج فنن لان اللعبة جبارة احرام هذي ما تاخذ ولا جائزة هو ترى ان كانت المشكلة بسنحة القوية صح صح ما اخالفك الرايز دشت مع اسماء كبيرة ماذا تاخذ احسن لعبة اكشن لانه ما يصر اللعبة الماخذة بجانره مالها فح يمكن ان اتحسر ان هرايزين ماخذ احسن ديالسي احسن ديالسي انشارتت انشارتت احسن ديالسي احسن ديالسي احسن ديالسي انشارتت استاهل احسن ديالسي ماذا انشارت الانشارتت احسن ديالسي انشارتت ان تكون بالقائمة هو ديالسي ديالسي لعبة ديالسي هل تعتبر انها اكبر من ديالسي عادي اللعبة اللعبة الأحسن اللعبة شو اسمه هاده هاندهيلت مك زوجتره عندك شي ثاني؟ عندي شغلتين بعد دوتة صدمت او ما صدمت انا مخلص احسن انقوان المفروض الايفنت اللي الحين شغل مع الكريستمس مو شي ما عجب تحبط صراحة كتناطر شنو كتناطر وشنو اعطوك يعني ايش اسمه كانوا يسوون ايفنتات تونس يعني بهالوين جنا كان فيه روشان يركض وانت لازم تيمع الكانديز والعفسة وهذا نسوينا ميني جيمز بس احسنه مو متعوب عليك نهائيا بس شي ترضية اي بس انا اوكي ننزلكم وهذا ايش اسمه باكاجات تحقكم بس يعني ترضية بس ماكو ما حسست ان صد تعبانين على الايفنت نفسه اوكي وشي الثاني شي ثالث ثالث ايه هو موجود انا مو موقع افكر فيه انا واحد من الاشئال اللي اتفقيه فرحان اللي هي ما اشوف لشيء عن ريزن تيفل 2 ريميك بس ابي اتأكد من هذه الشغلة سكيل بوم تأجلت هالسنة او تكاللت هالسنة ها خالد سكيل بوم بداية هالسنة اول 2017 هذا من احد الاحباطات بالنسبة لي مكثر ما قديم انا ناسي اصلا سكيل بوم سجل انا عبالي نهاية سنة 2016 بس قلت بتأكد هني على حسن الكلام اخونا خالد يقول انه بداية 2017 علنوا هذا احباط يعني بالنسبة اول احباط حق عندهم الاكس بوكس وحق مثلا اشاق بلاتينيوم يشوفون الاستال يديدة اللي راح يسوونا بلعبتهم يديدة بضبط هذا عندي احباط كبير اصلا اكس بوكس كبير احباط اتوقع طارق بين مشاكل طارق بينهم وقالوا خاصة وعنني تعقيب على كلام موجود انه هالسنة احباط لكل ملاك الاكس بوكس بشكل عام يعني ملاك الاكس بوكس ما استمتاعوا كثر البلاي ستيشن ولا السويتش بوب جي بوب جي توا اخر السنة كابهد واحدة وستيم لا احباط ما في حصريات انا اللي هالسنة ضعيفة يعني انت شوف كافان انامي يعني تحصر اشياء اكثر بالسوني بعدين بنتوندو اكثر من الاكس بوكس لاني نكوني مرح يحصلونها ولا رح يشمون برسونا شن ما قيمي تنسي بس سويش يعني في اشياء اللي هالسنة اتلس ما نزلوها اتشيكس يعني يدرون ان الجمهور عام وجمهور متخصص جمهور العام بتلعاب كولدوتي وفيفا وشذي بس في جمهور متخصص بس في الجمهور متخصص العاب اناميشن العاب شذي هالسنة اكثر شي موجدين بالسوني اللي جانره معين بس ينزب هالجهاز خنكون واقعين اللي عندهم الاكسبوكس ون بروحه عاشوا تجربة ألعاب مكررة جيانتك تكنسلت ايه هذي جايغانتك يمكن هذي اللي نزلت وستيديو صار كورستيديو معنا لعبة حلوة وللعلم انا مو مضطر اخذ اكسبوكس عشان لعبه اقدر لعبه بي سي اهمه لعبوا تجربة ألعاب مكررة كولدوتي وفيفا وشهو هذي هم احباط لما قالوا انه رح كل العاب اللي حين صارت الاكسبوكس ويندوز 10 نفس الوقت هذي صرج حباط لانه ميابة مبيعات الجهاز نازم ميابة مبيعات فقالوا اوكي شون نزيد مبيعات الالعاب ننزلهم على الويندوز هذي ستار وورز باتل فرونت اللعبة ما حد توقعوا ان الاولى كانت زينة ومبيعات هاية زينة الثاني لما انزلت مع الكارثة اللي هي المايكرو ترانزاكس انا لحما ادي شون بالضبط كانت الكارثة بالمايكرو ترانزاكس اختصار عطني اسم شخصية اساسية بستار وورز دارث فيدر اللي هو الاسواء ابي توبي لا تدفع مبلغك ما يقوم خمس ساعة دولار او تلعب أربعين ساعة ولما تلعب أربعين ساعة عشان تلبلى حق الانلاين تلعب أربعين ساعتين وهو شخصية اساسية فمجهوء يعني اشكر يقولك لا تتعب نفسك روح اشترا سلاح ما تقول مثلا متدس عادي اللي عنده فلوس تتعب أونلاين اللي عنده السلاح السغير ما يسير تتعب لك الليش فيزا نوجيتسو فيزا نوجيتسو عربتسو مثلا انت تلعب أوبر واتش خانقوا فرحان أغنى منك فرحان لديه فلوس ما يدر شي يسمى شي يفيده بأوبر واتش لا فرحان بفلوسه يشقيك لا بطفر ما نيتاقسو سلسج تفرق الفلوس تفرق انك دبعا انا عندي حرام لعبة نسمى تقول هورايزن يت نزلت ونستنا واختفت اشتركوا في القناة 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 اشتهركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثلاً أمر طريقاً ما هذا م properties ، شيء! ها هو العصة نسمى زونا لuran لا بلاي سيشن 4 مو انا يعني انت ناطر هذي بلاك تايجر خللان خاسرها اهههههههههه فرحان انت ناطر بلاك تايجر انا كان اسمه كنت ناطر هاذي من اسوأ العب سنة يجمعة انا انا اسوأ العب سنة يجمع انا اقول لك فرحان شون طلع على العب هذي اي 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 اي, شاف يوتيوب مورست غيمز 2017 لا هي قابلها انا شايفة هي قابلها اول السنة مشويفوا لي حق سوني بلاي سيشن على اليوتيوب حطوا الناديمو هذا شفت شون؟ أول مرة أشوف اللعبة ولعبة من الترايلر ما حت حمس لها ديوانة الرابعة ثانية ضغط ديوانة الفهد ما قصر فيني ها سوني هذي ألعابها قلت لماذا متحفق بالهنزين؟ أنا أقول لك قصتها أنا على سوني اللعبة مش رسب اللعبة أي مطبيعية ترى مو بس هذي كلش مو بموضوع شوف أشان أفهم الناس ليش هؤلاء اللعبة زائت على السوني طبعا هذا ما هو خيار شركة بستيشن ككل يعني هذا مطور قلبي ننزل لا 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 هو مو تشري ترى صعب لك تنزل اللعبة على بستيشن سور إلا من طريقة رسمية وهذا ما هو طريقة رسمية والصحفيين والصحفيين من كذا موقع ومنهم ناسي اسم فيه موقع عطني اسم موقع مشهور انفورمور يورجيمر لا واحد ثاني جيم برو انفورجي جيمسبوت اي جي ان ناسي اسمه المهم المقالة تشير ان هذا المطور يصير حق اداري عود داخل بلاستيشن اعرفا داخل شركة سونيكا كل وانه واسطة وتعدى كل الخطوط الحمراء اللي هي والصوالف ونزلوها وفيه لعبة ثانية لو تدورها تعرف الخلفية تنزلها الخلفية الأنمي تنزلها حق البلاستيشن فيه لعبة التركيب نفس الصور هم نفسهم بس تعال سو بازل كامل اوكي البازل اللي همه 12 دولار عن العدم فلاش لابد فلاشية هاذي ناسو شي هي واسطة تخطط ال سوني الواسطة شغال عنده عندك واسطة سوني تشتغل هاذا لعبة الزبالة بلاكات لان هذا أخوي هذا مالد أخوي لا مالو شاسو التامزل تعرف الشيح تبدأ أيه خلوه دكتور هاذو في عندي شي ثاني اللي هي لا حتى موم سويها موت شاري شاري في من الألعاب اللي أنا كتناثرها وصجوا أبي ألعبها بس الناس هم اللي خنقول صدون عن هذه اللعب هي Mass Effect Andromeda اللي حاشح توقعنا هي هي غيموف ده وهذه فجأة طلعت ولا شي فهي طلعت بره الحسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونزلت على الكونسول قبلها تنزل على البي سي والبي سي الأسبوع هذا ما يتغير؟ لا يتغير بس الاسم ان ما رح يكون بيتا ترى اللعبة اللعبة حلوة اللعبة من لعب بس اللعبة مو كاملة اللعبة مو كاملة حتى لما تنزل الحين اوفيشل ترى اللعبة مو كاملة الناس حبوها على خرابها ايه خلاص على قولاتف في عندك شيء بعد؟ يعني انا يعني انا اشوف؟ لش؟ تدري ان انا 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 اشوف ان لو لو يخيروني بينه وبين فورتنايت فورتنايت شكليا احلى شكليا جيم بلاي على الاقل على الاقل تحسسيني اللعبة كاملة هذين هذي كلاس فيزيكس سيارة بروحة تقلب ترى تقليل تمتحها وائدة لعبة حلوة ما قلت محلوة لب حوة تونس بس مو كاملة بقات بقات دنيا الدين مو كاملة المطورين وايط بطيئين تكفح حسسني في انجاز سنة كاملة ما في انجازها نفس الجيم بلاي بس غير لي قام بطلق مطر بس بس صج شو اللي تغير بس العموم خلنا اخذ برايك الحين سريع لا 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 بعد بعد باريو حباط لا 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 على اقل هشوم يأكل فاصل فاصل ونرجع لكم مع مشاركاتكم اللي كتبت لنا اياه بالتويتر فاصل راجل انت بطاير ورجعنا لكم الحين بعد اخر فاصل من هذه الحلقة ماشا الله حلقة رقم 174 من بودكاستكم وفيديوكاستكم بلس ويجي كاست وياكم طلال وفرحان لو عبيد حسن وعدل عندهم مهمة مشن قاعد يخلصون هناك بطاير بالعافية من زين طبعا في هذه الفقرة رح نتطرق حق المشاركات اللي كتبت لنا اياه في تويتر عن طريق الهاشتاغ اللي هو EGCast 174 طبعا ترقبوا كل سبوع ان شاء الله بداية كل سبوع رح تشوفون التغريدة الخاصة بموضوع حلقة البودكاست طبعا يعطيكم الف عافية حق الناس اللي شاركوا ان شاء الله رح ناخذ اغلب هذه المشاركات بإذن الله تعالى وعندنا أول واحد مع هذه التغريدة أو هذا الهاشتاغ اللي هو GAME ELITE يقول يعطيكم العافية عافية يقول النبي تتكلمون على الانترنت اللي عندنا اللي متى مظلومين لا الياف بصرية ونتي لوع الشبد ولا عندهم الياف واللي عندهم الياف بعض المناطق يشتكون من الخدمات انا شوف اكبر خيبة امل بنضيش فيها عام 2018 اه اه يعني بالفيديو جيمس ما ان شغل بالنت بس هم انت تعبان اصال اليوم تعبان انت تدري الله يسهل ان شاء الله شو 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 اي سيو اي سيو اي سيو ان شاء الله ان شاء الله ما اقرب وقت اقرب وقت يصير زي ان شاء الله وليل الحين يقول الديرة ما تغطت بالكامل من الفايبر من الفايبر اللي نسمع فيه من سنة يدئيه بالكويت احنا الماضي قد داخلي ما يشوف شر ما يشوف شر بس هدا ردك ان شاء الله خير زي اه يعطيك الفعافية قابليت اه اروح الحين حق اخونا ياسر عبدالعزيز سج نسينا نحط الكومنتات هنا اوكي اخونا ياسر يقول بالنسبة لي اكثر اه شنو بالنسبة لي من اكثر الالعاب المحبطة مع انها من سنة 2016 ولكن فيه اخرى اللي هي لاست غارديون اوكي يقول انه ما ابالغ اذا قلت انه من اسوأ العاب اللي لعبتها في حياتي واكثر احباطا وايضا لعبة فار اونر انا اتفق يا فار اونر اللي كنت بتوقع منه شي كبير اه لكن اطلعت اقل من الطموح وخصوصا في طور القصة تحياتي واحنا تحياتنا لك يا ابو عبدالله للمرة الثالثة ان شاء الله ان شاء الله يا رب لا تقردين انا اشوف تجربة تجربة مرة واحدة وخلص اوه اسوأ يعني تجربة فقط لا غير اه يعطيك الف عافية على هذه المشاركة ولكم باك عبدالله الحسن ا.k.a بيكلز انا بزانا بالعافية الله يا عافية شلال عاشة جيد والله جيد انزين اه الحين نروح حق الكومنت اللي وراه من اخونا احمد احمد كلبان طبعا همن من اصدقاء البرنامج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول يعطيكم العافية فريق يجي الله يعافيك يقول اكثر الاحباطات كانت من شركة اي 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 ولعبة ستار وورز باتل فرونت 2 متفقين على ستار وورز ولعبة نيت فور سبيد باي باك اللي كنت مخطط اشتريهم صح نيت فور سبيد باي باك على كلام اخونا فيصل ضيف حلقتنا اللي طاف صديقنا وحبيبنا واخونا يقول النار لعبة زينة ولكن مو الفرق الشاسع بينه وبين الجلس اللي طاف مثلا هواني قاعد حاجي عن لكر اتراكشن عادي اهو قال ما حاس فيه فرق هل فيها لكر اتراداكشن بعد؟ فيها اتوقع فيها يقول لكن نظام الدفع للتقدم حتى نيت فور سبيد لتطوير السيارات لازم تدفع باكيجات خلاص هاي ترند الحين صار لا أدري أن لا أعطيب لا أتوقع أن الضربوا على فهم الباجي ستعلمون سيضبطون نفسهم يعطيك ألف عافية أحمد كلبان نيتوار سبيد لا أتوقعت أن هناك أحد سيذكرها أذهب إلى أخونا كيرا أو بيلي أندرسكور هانتسون بيلي هانتسون هاتسون هاتسون الآيكن ما له أو كريتوس يقول أشهر وأقوى أحباطات لهذا العام بعيد عن الألعاب وعن الأعلانات مؤتمرات سوني وطبعا معروفة بأن بروحه ما لا شغل فيه أحد لكن حرام فوته أقوى مؤتمرات مثل E3 وبلايستيشن إكسبرينس طبعا هذا ما يدل أنهم ما بدعوا هذه السنة هذا رأي الشخصية من ناحية الألعاب التأجيلات وغلط بلايستيشن إكسبرينس كان أوكي مو اللي تعودنا عليه وقلنا انتكلمنا عنه ببعليات سوني ببعليات سوني ببعليات سوني بلايستيشن إكسبرينس نغير الثيمة معالة بلايستيشن إكسبرينس صارت اخذ عط يعني اللي يمثمين اللعبة ببعليات سوني ببعليات سوني همّاً كنا نبي مؤتمرات قوية نفس كل سنة هذي ما شفناه هايد هل يمكنه هو كم ناطر شيء من الشركة أو شيء ما أعلنوا عنها يمكن روحك نويزي شخباري عد صج عده هو يدرس بره أتوقع على ما أعتقد في بريطانيا فنقول له بالتوفيق عش من قرى هذا التويت هذا أنا عش من قرى هذا التويت يعني عش من سمع صوتك لا تنسي شيء عش من كتب هذا التويت ايه اك صح؟ ماضبط؟ نعم يعطيك الفعافية نويزي أنك تفرغت وكتبت لنا هذه التغريدة بس بالإنجليزي رح نترجم على السري ويقول يقول هلو أبريوان هلو أبريوان أي مالت نتندو يقول أكثر شيء محبط أنه ما عندي أي وقت تلعب فيديو جيمس نعم بس أنا يعني يقول محظوظ أنه أنا فخور أنه أنا قضيت وكتي وأنا ألعب لعبة زلدة الأخيرة وبرسونا 5 وصوت بارك اليديدة طبعا كل لعبها أحلام الثالية يقول هم مدهشين ألعاب مدهشة وما ضيعت وقت فيهم وأتمنى أن نوايد ألعاب تأجل للصيف عشان أقدر ألعبهم نزيل النفس ما أقلت نين وكني كان ودي أن أتكون بالصيف يعني على أساس أن أقدر ألعبها ويقول شكرا لكم وأنت شكرا لوقتك أنك كتبت هذه التغريدة حبيب نزيل حياك تشرف نزيل 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 ترى ماجد وهو ساحب عليكم قاعده لي وساحب عليكم مالي شغل هذا نزيل الروح يقل كفتلي وراء سوير طبعا نغاني على التعليف يقول السلام عليكم يا فريق إيجي عليكم السلام كيف حالكم الحمد لله يقول الصراحة السنة جميلة وصعب تتذكر الإحباطات اللي كانت لكن بالنسبة لي أكثر شيء أحبطني كينغدم هارتس 3 ما نزلت هذي السنة كنا متوقعين أنه ما تنزل هذي السنة يعني ما حطوا عينها شيء السنة ولا حطوا الخريطة لا حطوا تريلر تريلر كبس ما مقشي ميجر نزيل وثاني أحباط تريلر ما اللي فيه توي ستوري ايه ايه ويقول ثاني أحباط تطوير لعبة سكيل بوند ومشكرين ويعطيكم العافية الله يعافيك سكيل بوند أكبر الإحباطات اللي ما حطوا توقعها مترقبها لكن المطورين كانوا كسالة مجرد خذوا اللعبة الأصلية وضافوا عليها أشياء تافهة وباعوا اللعبة ب40 دولار ثاني اللعبة هي تيلز اف برسيريا اللي انزلت بداية السنة يقول كانت سيئة من جميع النواحي يقول لك قصة غرافيكس واللعب أنا ما لعبتها ما لعبتها في ناس قالوا زينة في ناس قالوا زينة الجال زينة هو فان تيلز يمكن بوكيمون بزمان نفس اللعب نفس اللعب أشياء بسيطة يغيرونها أنا قلت أنا ما رح ألعب بوكيمون إنا ما يحطونها الصوت إن شاء الله يعني ما رح تلعب تدريك ما رح تلعبها نزل نروح أخونا بدر مهميل صار من أصدقاء البرنامج ويقول سلام عليكم حباي بي اي جي هلا والله بالحبيب يقول عليكم سلام يقول بالنسبة لي بالنسبة للإحباطات في الألعاب عن نفسي ما أشوف أي إحباطات في هذه السنة بصراحة السنة قد ألنا ألعاب قوية فعلا في نسبة بسيطة من الإحباط لكن لا تزال ألعاب قوية تستحق التجربة زي ما صار في ريزينة تيفل سيفن ناس جاهم إحباط عشان منظور الأول يوم اللعبوا صار العكس يعني عجبتهم هذه اللعبة وأحنا ننصح إنكم تلعبوا ريزين تيفل سيفن ترى اللعبة جميلة 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 شكرا على التحقيق شكرا يا بدر على هذا شكرا على التنافين بل 99 كما يقولون واخر عن التلفزيون واخر التلفزيون فازو عشي التلفزيون بعيني فلا فيار صعب اخونا اقلي تيكن انت رح تلعب رزنتين فيار لا لعبتها شوي ما قدرت بس والله سوي الستار شوف ثاني حلقة من سيزن تري بلاك ميررر ولقع شوف بس ماذا حلو بشوف ثاني حلقة احنا سؤلفنا عن بلاك ميررر قبل البودكاست هذا ما قبل التسجين بسؤلفنا عنها المهم روح اقلي تيكن حمام غير انا غير غارون ناس يقف ناس المهم يقول انا حظي خايس شوي الثلاث حلقات اللي طافوا اللي فاتوا وطافوني بعد ما نخلص الحلقة يكون هو كاتب كامونت مره تيطلع لا المره زين كلمة كتب تفجر كلمة كادا حسن يقول الحلقة اللي فاتت والقة تسؤالي مو هذا ونحن قاعد نسأل في مشكلة عندكم بالهاشتاغ بلغونا كاتب الهاشتاغ اه كاتب الهاشتاغ غلط اما بالنسبة لموضوع الحلقة اللي حبطني استغناء سكوين اينكس عن استوديو اي او انتراكتب هاتمان انا صار الاستوديو اندي الحين يقول بس الشي احتمالي يكون ايجابي لان الاستوديو يقدر ياخذ راحته اذا صار مستقل يحط افكاره على راحته وتطوير كله على راحته شنو؟ بلوس بس من منو؟ اندي يعني شون ما عندهم بلوس يصرفون من نفسهم هل اهم اطلعوا اذا ما قلتلك اندي ما تتوقع انها اذا هل اهم اطلعوا ولا سكوير اهم ما ادري ما ادش يتفاصيل الخبر لان اطلعتهم غريبة غريفث 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 كاتب كونتين اول واحد اللي تحت يقول خلنزله عشان يبين اكثر يقول السلام عليكم يقول يعطيكم العافية شباب سنة 2017 كان من افضل او كانت من افضل السنوات للالعاب لكن فيه العاب ايضا سببت لي احباط ورحمه مصفكت اندروميدا حيل ستار وورز باتلفرونت صونيك فورسز مارفوفيس كابكام انفنت صح انا مو من كلنا واحي ايه 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 ارت ديزاين ممكن بس جيم بلاي زين ويت زين القصة قصة تعليف من متى تتنطى القصة اللي عد فيتك فريو يلحق واحد وريو بعد افااد صار عندي الباور انا ما بي سانو سانو ما بي الانفنت ستون انا بي الدارك هدو دارك هدو المهم يقول يعطيكم العافية لكن كمل يقول السلام عليكم عليكم السلام يقول عندي تعليق بسيط يقول بخصوص أحمد ريان وماجد العيدي يعني متى راح نسمع عراكم لعبة ماريو ماريو يقول من أول ما نزلت اللعبة وأنا أنتظر تقييمكم أحمد ريان بليز لا تسحب علينا أنت ملح البودكاست تحياتي لباجد الشباب الله يحييك شكرا جزيلا أحمد كان موجود أحمد كان موجود طب فينا خلاص ما نقرأ الكومنت يعني فمتو فمتو أنت فمتو ما نقرأ الكومنت مرة ثانية طب فينا سولة بلوك خلاص بلوك يعني بلوك من الشيس من الكومنتات لا 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 تلاشفر المهم ماجد بوجود بهذه الحلقة الحمد لله يعني ماجد بيقول لك 20 من 10 هذا خلصي منك نزين لأنه صج قال ماجد قبل أن تزل بحلقة اللعبة أنا راح أكون موجود أعطيكم رأي بعدين بو فختفى ماجد بوم بوم أي بوم اختفى من زين بس أحمد ريان كان موجود الحلقة اللي طافت واللحن بس الفترة اللي راح يختفي كان صج يعني كان عندهم ظروفة ثانهم يعني عندك أحمد ريان يدرس وما جد هم مر بظروف بس الحين الحمد لله ما جد رج ونطلين أحمد لخمس افتحاناته وإن شاء الله إن شاء الله خير وموفقينهم إن شاء الله فيعطيك يعطيك ألف عافية عندنا كومنت من أسامة الخطيب لا لا قبل أسامة في واحد كانت هذا إحنا خط بالكواليس بسرعة أسامة الخطيب يقول عدم وجود متل جير سيكس أو ريميك لأحد أجزاء لا لا ما يمسير خلص ما همك أجيبها هم أبي متل جير التوى نزلت يديدة بسرعة يمكن يبن محي هذا صار نفس محي على يوم مجمع ريحاب توى نازل توى علام توى علام خلصنا لعبتها رحت ويكال بعدها يوم لنبع كنت متى تنزل ثري سبوع لياي شلون يعني ما يصير ما يصير لا لا بس والله محي اللعبة ويت حلوة السيدين وهذا حلو زي شون متى تنزل ثري إيه بابا سبوع لياي صالها كم الحين متل جير واحد تسعة عام 2015 صالها سنتين أكثر من سنتين إيه متل جير أدري هو يبي أعلان أي شي يعني يبي تلمية هو ممكن ترى يكملونه بس لابد يكون مخرج حين تقعد تقول شو اسمه كل مرة حاطة ساية لعلمرة نزل فشون بيبون واحد يكمل مسيرة كوجيما شون معنى أنا طاب بلعبة الشسمة بس ستل ستل منو منو يعني صج هو باني هاذي منو بيكمل ممم نادري مايندرار اللعموم كونامي عندها وايد وايد أشياء عندها وايد ألعاب جميلة بس ممعلقة خلاص بس هي يعني أنا لو بقول لك سالنتين لو بقول لك كاسلفينيا لو بقول لك مثل غير هذي كل الألعاب ممعلقة لحين ممعلقة يعني كاسلفينيا ممكن أوكي مفروض كاسلفينيا يعني كاسلفينيا يعني كاسلفينيا كاسلفينيا نزلها 3DS والله العظيم لعبة نار أي وحدة أي وحدة حق 2D يعني أي شي راح صاحب 2D المهم روح حق لحين أخونا هيا هاذي المترقبة بلوتستين هاي طاع له هذي حباط أخو لا شي هالسنة 2018 كان مفروض تنزل آخر سنة هذه أجلوها للسنة اليوم الروح حق أخونا محمود فضل أو فضل أي هذا يقول قوى شباب هلو والله يقول الحباطات وEA وجهان لعملة واحدة سلام بالنسبة لي جميلة لو أني مو من محبي شركة EA بس إغلاق ستديو نسينا نقولها إغلاق ستديو فيسكر القيمز اللي كان يشتغل على مشروع ستار وورز اليديد وهم نشتغل على ديت سبيس اللي كانوا مسوي ديت سبيس صح حتى بجيتاني بالبودكاست نبين تول بالبودكاست هذا لما قلت عن ديت سبيس نزل يقول الحباط الثاني ماس فكت أندروميدا قلتها EA والأحباط وجهان لعملة واحدة ويعطيكوا العافية فريقي جي جميل اختصر عن جميل جميل يا أبو جاسم جميل شكرا جزيلا اللحظة خلنا تأكد هنا أتوقع عن طريق الهاشتاغ فل بس خلنا شوف إذا على الرد هنا عندنا هذا التغريدة الأساسية عشبا نظلم أحد هنا ماجد وهني أوكي هذا الكتاب كومنت هو كيرة بس عندنا هنا يعني قاعد أقول أختنا 04 فوكس ما طوف صارت وطوف صديقة البرنامج الحين تقول السلام عليكم فريق إيجي عليكم أخباركم عساكم على القوة الحمد لله ناطرين البرد طاح لحن البرد ماي يومين واختفى من زين تقول بالنسبة لي توقعت أشوف شيء للعبة Resident Evil 2 لأن ما في أي خبر عنها أو إعلان لو شيء بسيط جدا وهذا الشيء جاب لي إحباط وناطر اللعبة على نار أنا من عشاق قوة وتحديدا الأجزاء القديمة على البلاي ستيشن ون وكل عادة رسمة المرة اللي طافت عطتنا كينغدم هارتس نوكتوس لا تعودين على الرسمات رح نطلب زيادة دربالك شوفي يعني شوفي الرسمات عندك بعد يعني مثلا نحن أكتفل شوية 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 لا لماذا 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 صدقني الموديل المهم خوش راس بعد لا والله يعطيش العافية لا أنا شوف دشيتها كاونتها هي كلا ترسم شايف رسم سنيك وبالبوز وشذي والله حلو توقع النظام اللي تنسخ من بوز معين عرفت أو من وضعية معين تنسخ ترسم مرة ثانية شكل ألوان خشبية شكل شكل بالتوفيق بالعكس جدا جميل الرسم وافحمينا بعد رسمات يديدة في المستقبل شكرا لتش شكرا لتش توقع هذه الكومنتات كلها لهذا الأسبوع الكمنتات تقريبا مأيدة لنا لا مو بيش اتشد عزيز المهم صح صح المهم يعطيك بالفعافية تقريبا إلا ما لا أذكر القيمز اللي هو اللي ما مائب ناطارية ونيت فور سبيد إن أنا ما لعبت فما قدرت تعطي رأي عنها أرى 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 أتشد أتشد أي شيء أبدا أعلم أعلم هالسنة هذه كانت كما قالوا كما قالوا كانت تقريبا بشكل مطبئ السنة الياية لا توقع بقوة هالسنة لا تدري كل السنة ما أتوقع تكون بقوة هالسنة ما أتوقع تكون بقوة هالسنة في ألعب قوية بس أتوقع أتوقع 2019 أقوى أه تتوقع أن 2019 أقوى هالسنة سنجعلها حلقة سنقل تطلعاتنا السنة القادمة حلو فرحان عندك شيء لا والله يعطيكم العافية مشكورين الأحباط موجود كل سنة يجب أن يكون موجود بس تنسى هناك أشياء أحباط أقوى فأنت الأحباط الأخير نساك الأحباط الأولي وكتبع من أحباط وفي من جرح المشكلة هناك أحباطات بس الألعاب القوية قاعد تنسى صح السنة من أجمل مزايا السنة غطت على عيوب السنة طبعا بس خندكركم كم شغلة أن الأسبوع هذا اللي ابتداء من باتشر 19 12 يوم الثلاثة لغاية الحلقة القادمة باتشر يوم الثلاثة عندنا في لعبة أكاونتنج بلس بلاي ستيشن بي آر اللي أعلنوا عنها بباريس رح تنزل انزين وعندنا لعبة لايف اس ترينج الحلقة الأخيرة اللي هي مالك بيفور دستورن والحلقة الثالثة هل إز أمتي تنزل على البلاي ستيشن فور والإكس وكس وان والبي سي يوم الأربعة 2012 مع لعبة بوب جي على البي سي أوفيش الرليس يوم الخميس يوم الخميس عندنا اللعبة هي على السويتش اللعبة على السويتش بتاريخ وادي عشرين اثنا عشر ذا كوما ري كات هي كوما موش اسمها هذي كوما غيبوبة غيبوبة هي عن بطلة كورية موجودة هي اللعبة اللي بالمدرسة لازم تشوفها حلقة الثانية هي ميرول هي يعني رعب شنو هي رعب عن القلب رعب لحظة عن كوديما هذي مالت بلاك ميرول بلاك ميرول حلقة الثانية عن كوديما شاو تكفوا قولوا لي صح عن كوديما صح الأسبوع اللي طاف كان فيه اليوم الوطني البحريني والكطري صح الحين ايه الحين من القطري وبحرين ايه قبل شام يوم فنبارك حق إخواننا وأهلنا في البحرين وقطر البحرين والبحرينيين والخليج كلها خمسة أمو البحرين وقطر مناسبة اليوم الوطني كل عملته بخير والله يحفظ البحرين وقطر وكل دول الخليج بإدنا الله تعالى وهم من دياراتنا للكويت وإن شاء الله احنا كلنا أهل وإخوان وحبايب نفس الوقت لا تنسون تابعونا مواقع التواصل الاجتماعي خلق شخص مرسيحنا داير 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 اكسي حرفت المهم لا تنسون لا تنسون لا تنسون بسرعة لا تنسون لا تنسون تابعونا مواقع التواصل الاجتماعي باسم اكسرافا جايمينج بكل مكان كأنه مو موجود نزين اكسرافا جايمين بكل مكان سناب شات انستجرام تويتر فيسبوك يوتيوب يوتيوب اوكي بس نحط المايك ناك اوكي شوية انزين تابعونا بالساوند كلاود سووا فولو بالساوند كلاود والايتون وسووا فولو بعد او سبسكرايب بالايتون عشان تشوفون كل حلقة كل يوم ثلاثة وسووا سبسكرايب حق الفيديو كاست في اليوتيوب مع لايك وشير بنفس الوقت عشان تشوفون حلقة الفيديو كاست كل ويكن والكومنت تشمعوا ليش ما تنقل ترى نقل لكومنت ترى نقل لكومنت ترى احنا مرات نرد على الكومنتات لو تلاحظون ايه يعني كتبوا لكومنت و حساباتنا الشخصية انت شلون يقدون يتعوونك P-I-C-K-E-L-L-S انزين فرحان 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 انت مو عندك فرحان هذا مو عن التويتر بس الكامل لما انتبثت حط فرحان يطلع نسوي الى لينك حلو موهد موجود هناك المهم انا طلال السعيدي بكل مكان T-A-L-A-L اندرسكور A-L-S-A-E-D-I يعطيكم الف عافية شباب الله عافية الله يسلمك حبيب لانا في واحد قاعده بالسدح ناتندو اكس ارابيا بكل مكان شكرا ماجد شكرا ماجد على الحلقة هذي و ان شاء الله سمعت الكومنت انت كنت داخل هناك يطالبونك رايك بماريو ماريو يابونك تحضر البودكاست خاصة نسوي فيديو باليوتوب حقا اي يابونك تحضر البودكاست يابونك تحضر البودكاست ان شاء الله اه انا مضيع ستكون لايف لا لايف انطر المهم راح تكون اي سؤال ما في موضوع معين وتجاوبونا كل خمس حلقات احنا عودناكم اه راح كون موجود موجود من بعيد من زين يعطيكم الف عافية ترقبوا راح نذكركم بهذا الموضوع او بهذه الفقرة الكيو اناي بداية الاسبوع القادم كانوا اياكم واخنكم طلال عبدالله الحسن بكلز وفرحة البناي ماجد العيدي ونشوفكم الاسبوع القادم بإذن الله تعالى من ايجي كاست اشتركوا في القناة